بسم الله اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من جمهور التالتة النهاردة عندنا حلقة تحليلية مهمة في الجزء الثاني احمد عز وعمر عبد الله هكونوا موجودين معانا ان شاء الله النهاردة وتحليل لكل مجريات الكرة المحلية والكرة الاوروبية هبقى عندنا وقفات مهمة جدا جدا هندردش فيها وحنتكلم فيها بكل تأكيد خلونا نبتدي باقي الاحدث وانتهى منذ دقائق لقاء النادي الاهلي والمصري بفوز النادي الاهلي بهدفين دون مقابل ونقول لكم نتاج المطشات كلها اللي اتلعبت النهاردة على مدار اليوم في الدوري المصري لقاء الاولاني اللي لسه منتهي منذ دقائق هو لقاء الاهلي زي ما بقول لحضراتكم موائل مصري وانتهى لصالح النادي الاهلي بهدفين دون مقابل فالنادي اكيد هنتكلم فيها سواء اللقاءات النهاردة هنتكلم فيها لقاء لقاء بالتفصيل بأموره بكل الأمور الفنية قبل ما اروح ليه الجدول خلينا اتكلم على اللقاء الاولاني اللقاء اللي جمع ما بين الاهلي والمصري هو فوز مهم بالنسبة للنادي الاهلي ابرز ما فيه هو الحالة اللي ظهر عليها اليو باتجي اليو باتجي حياء اوراق اعتماده قدمها في مباراة القمة رغم خسارة النادي الاهلي الا انه اللعيب لفت انتباه الكل وغير قناعات البعض وادانا انطباع انه لا مهاجم كويس مهاجم جاي في الطريق انا مش مع فكرة الحكم المطلق والنهائي ولكن الحقيقة مؤشراته مميزة جدا جدا النهاردة يكاد يكون هو النجم الاوحد لهذا اللقاء تحركاته كانت مميزة جدا جدا تحس انه منطلق واخد ثقة نفسه وبتحرك في كل حتة حوالين الـ 18 بدأت تبان يعني زي بتقال كده ايه كراماته سريع بتدخل في كل كرة عنده التحامات كويسة وفي ميزة انه بيعرف اخد الكرة بدون التحامات قوية فدي من الحاجات المهمة بالنسبة للمهاجم نهيج بقى طبعا عن التعامل في الكروسات انت شفتوا الهدفين الحقيقة اللي سجلهم النادي الاهلي واحد بتوقيع علي وبدجي والتاني برضو بسبب تدخل رأسي منه عندي كمان جزئية مهمة انا برضو اتكلمت فيها يمكن ماتش القمة والبعض كان اختلف معايا فوجة النظر دي لما قلت انه محمد هاني لعيب ممايز جدا جدا بشرط انك تحطه في المكان الطبيعي وتدي له الوظائف الطبيعية وتحدد له اللي المفروض يقوم به وكنت دايما بتكلم في الجزئية دي وانا على خناعة تمة ان محمد هاني لو حيلعب باكي مين وحيبقى قدامه حد تمام هو حيعمل الدور ده كويس لكن فكرة انه يلعب على طول الخط دي كانت ازمة كبيرة جدا في مباراة القدم النهار ده اتفرج اجيب لكم الهدف اللي سجله النادي الاهلي ووريك الهدف اللي سجله باجي ووريك المجهود اللي عمله الحياة محمد هاني فيه هتعرف قد ايه انه الراجل عنده جلد وعنده صبر وعنده يعني امكانيات انا بشوفها حرام تتهدر مش هقول في النقد النقد شيء طبيعي جدا انحية تعامل رائع جدا جدا من الهو باجي برضو زائد الهدف التاني فوز مهم بالنسبة للنادي الاهلي ولكن ايضا كان الله في عون النادي المصري بيلعفوا ظروف صعبة جدا 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 عنده المباراة اللي فاتت مجموعة من اللاعبين كانوا اصيبوا باغماءات زي احمد عادل ميسي تفاصيل كتيرة ليه علاقة بالمباراة وحيلعبوا لا مش هيلعبوا المساحات طلعت سليمة لا مش سليمة في ظل الظروف دي كلها حياة يشكروا جدا جدا من النادي المصري واشكر كابتن طارق العشري على المجهود اللي بوذل خلال اللقاء ولكن زي ما بقول لحضراتكم مباراة الدوري تتبعها الضغوطات اللي موجودة فيها ليها أبعاد كتيرة جدا جدا المباراة اللي انا كنت متكلم فيها برضو مع حضراتكم هي بيرامدز واسواء لانه بيرامدز النهاردة بيعزز تواجده في المركز التاني وبيحجزه وده حيرجعنا احنا يمكن ما كناش موجودين مع حضراتكم في الخميس والجمعة وقت مباراة الزمالك والمولين العرب فما اتكلمناش فيها فدايما بندردش كده في التفاصيل اللي بتبقى عنده الامكانيات اللي تخليه ما يفردش في لقاء يعني لحد الثانية الاخيرة خد بالك وبيلاعب أصوان كالترخير الدنيا اللي بيعملوا أصوان انا شايفه مع كابتنا احمد كوشري حاجة عظمة جدا جدا كالترخير الدنيا انت بتتكلم امكانيات بفارق اتنين لعيبة من بيرامدز بمرتبات اللعيبة بفطرهم بغداهم بعشاهم بصفرهم برجوعهم بمروحهم بكل حاجة فارق كبير جدا 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 فالحقيقة انا بشوف انه حاجة محترمة قوي قوي اللي قدمه النهاردة أصوان قدام بيرامدز علشان يجي بيرامدز ويفوز في النهاية طيب الجزئية بقى اللي انا بتكلم فيها هي ليه علاقة بمباراة الزمالك والمقاولين العرب المقاولين الحقيقة عمل واحدة من أقوى المباراة له هذا الموسم وتحديدا من بعد العودة بسبب التقف لفيروس كورونا الميزة في أداء المقاولين هو انه فقد لعيب تحمل ضغط شديد جدا جدا بسبب الطرد بتاع فادي نجاح فتحمل ضغط كبير جدا من نادي الزمالك وقدر كمان انه لما الزمالك رجع في النتيجة وبيت واحد واحد عارف كمان يكسب فلا ده حاجة يعني تحسب جدا جدا للكابتن عماد النحاس بلعب الزمالك والزمالك فول تيم الزمالك بكامل العدة وبكامل عتاد بكل مجموعة اللاعبين اللي موجودين فمكسب يضاف إلى رصيد الكابتن عماد النحاس ويحسب للمقاولين العرب بلا أي جدل وبلا أي شك عندي نقطة عايز اتكلم فيها في جزئية الزمالك وأفكار كارتيرون الجزئية اللي ليه علاقة بأنه كارتيرون كان بيفكر في ماتش القمة في مباراة مصر وبالتالي دفع بمجموعة من النشئين غضب البعض من جمالي نادي الزمالك ولكن الرجل كان واضح أنه عنده رؤية أنه أنا بلعب على ماتش القمة أنا عايز ماتش الأهلي فأنا حريح أكبر مجموعة من اللعيبة عشان أخد ماتش الأهلي هو هحسبها لكم الحزبة الطبيعية وندردش فيها كده وتقول لنا رأيكم إيه ففقد كم نقطة فقد نقطتين في ماتش مصر علشان هو داخل ماتش الأهلي هو عايز منه الفوز المعناوي عايز منه الحتة دي جابها ولا ما جابهاش جابها جابت ثلاث نقاط ولما جابهاش جابت ثلاث نقاط ما أكسب مستحق ولا لا أكسب مستحق بس تعال أبص بقى اللي حصل بعديها الطبيعي أنه أنا لما أكسب ماتش زي ده أنا باخد منه الحالة المعنوية القوية وبيبقى عندي الحالة من الانتشاء اللي تخليني أمشي لقدام لأنه أنت بيبقى عندك هدفين الزمالك يا جماعة فيه فيه نقطة البعض يروج لها بالشكل الخاطئ وده مش حقيقي الزمالك لازم ما فيش حاجة اسمها لو هو مش هيقع بطولة الدوري فالماتشات اللي بيتعامل معها يتعامل معها لأنها تجهزات فقط لا 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 هو مش تجهزات فقط الزمالك هيخسر المركز الثاني الزمالك النهاردة هجيب لحضراتكم جدوة للدوري هيخسر المركز الثاني النهاردة Pyramids بيبقى موجود في المركز الثاني يعني أنت طب و هي إيه الفكرة أنك تخسر المركز الثاني هتخسر بطولة أفريقيا كل حاجة أنت ما تعرفش إيه اللي ممكن ييجي وإيه اللي ممكن يحصل في البطولة في دوري أبطال إفريقيا لسه فيه أربع فرق حتباره فأنت لازم تلعب على المضمون بالنسبة لك المضمون بالنسبة لك أنك لازم تحافظ على المركز الثاني المركز الثاني ده بدأ يتصرب منك تعال وريدك الجدول الدوري علشان تبقوا موجودين معايا في الصورة هي حسبة بانية فقط لغير يعني الآلي في المركز الأول 62 نقطة فارق كبير جدا 17 نقطة فارق كبير جدا للنادي الآلي واضحة هي خلاص الرؤية والكل يعني شايف أنه مش يعني واضحة للكل أنه النادي الآلي صعب جدا جدا أي حد نفسه على بطولة الدوري رقميا وحسابيا وحاجات كتير جدا بيرامينز بقى في المركز الثاني فكرة خط في المركز الثاني من نادي الزمالك دي مش صح بالنسبة للزمالك عشان كده بقول لكم الزمالك بقى في المركز الكام الثالث ب42 نقطة بص المقاولين في المركز الكام في المركز الرابع ب40 نقطة ففي صراع أصلا قريدي يعني هون في منطقة صراع ما بين المقاولين وما بين بيرامينز المشكلة أنه ده النادي الزمالك للمركز الثاني هيعرضوا لمشاكل كتير اللي هي علاقة بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة طيب الجزئية بقى اللي احنا بنتكلم فيها إيه أنه لعيبة الزمالك فضلت مفكرة طول مقش المقاولين واضح أنهما معرفوش يتخلصوا من ده لسه بفكروا في الفوز بتاع المباراة الأهلي وده أنت كفرقة كبيرة المفروض ما تفكرش كده المفروض تعدل تفكيرك تماما أنت تكسب الأهلي يا فرحتي وتخسر من المقاولين العرب طب أنت استفدت إيه؟ أنت بتفقد خمس نقط في ماتشين خمس نقط دول حيقصروا عليك في المركز الثاني؟ آه حيقصروا عليك في المركز الثاني فأنا شايف أنه لازم يحصل تعديل لازم يحصل تعديل في أفكار الراجل لازم والناس تبقى برضه كده والناس اللي حواليه يقولوله كده الزمالك لازم يبقى الزمالك مركز على دورة أبطال إفريقيا بس وانت بتجاهز نفسك لدورة أبطال إفريقيا يوعى تخسر المركز الثاني يوعى تخسر الحتة ديت مع نقطة بنقطة بنقطة باثنين بتلاتة نقطتين خسرتهم في ماتش مصر وتلات نقاط بتخسرهم في المقاولين فدي نقطة مهمة لازم ياخدوا بالهم منها على اعتبار المباراة المقبلة بمشيئة الله الحالات التحكمية انا هنتوقف عندها أكيد لأنه النهاردة في مباراة الأهلي والمصري كان عندنا حالات تحكمية لها علاقة بسواني حيكون معنا كابتن سابير عثمان علشان نتكلم فيه الحالات التحكمية لأنه عندك لقطات سواء في مباراة أسوان وبيراميدز وقلوه بتقولي يا شباب طيب ماشي ماشي أول ما بقى موجود معنا كابتن سابير عثمان على طول علشان خاطر نتواصل معايا الحالات التحكمية كلها معايا أول ما بقى موجود كابتن سابير عثمان لأنه عايز اسأله سواء في الكرة بتاعت أليو باجي هل هي فعلا كتسلل ولا لأ الهدف اللي تم إلغاءه كان صحيح ولا لأ كل التفاصيل دية النهاردة من ضمن الحاجات اللي أنا بشوفها برضو التدخل عنيف جدا من أحمد ياسر على مجدي أفشا والحقيقة أنا استغربت جدا التدخل ده أنا حتى أعرضه لكو اللي مخليني مستغرب شوية أنه أحمد ياسر بدل ما يقومي يعتذر لأفشا يعني أي حاجة من الحاجات اللي هي علاقة بأنه التدخل كان قوي تدخل فيه حماس شديد جدا جدا يصل إلى حد العون فيه فبدل ما عمل كده هو كان معطرد فهمتش حقيقة معطرد إيه يعني بتهقل يعني ما يكون معنا كابتس مير واسمان حسأله في الجزء إيه ديت هل هو كان استحق إطارده مباشر ولا إنذار تاني برضو من ضمن النقاط اللي إحنا هنتكلم فيها طيب قولولي يا شباب طيب تعالوا بقى نشوف مباراة بكرة إن شاء الله بإذن الله تبقى مش هزايدين يلا بكرة إن شاء الله بإذن الله ودي دجل ونادي مصر الساعة ثلاثة ونص سموحة وطنطة الساعة ستة الجنة والمقاولين العرب الساعة ستة الزمالك وإمبي الساعة تمانية ونص ده بالنسبة لمباراة بكرة بإذن الله طيب نروح للنادي المصري أنا معايا على التليفون الأستاذ عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري برحب بحضرتك يا فندم أهلا وسهلا بيك ومسائل فل أخبار معليك يا فندم الحمد لله تمام سألك النهاردة عايز أقولك هارد لك أكيد ظروف صعبة قلت ده وأنا يمكن بعقب على المباراة كالترخير الدنيا كالترخير النادي المصري النهاردة والكابتن طارق العشري والفريق بالكامل بيأخذ مباراة في ظل ظروف صعبة جدا جدا سواء بالنسبة لإصابات كانت قبل كده في المباراة الماضية أو حتى الأمور اللي هي علاقة بما قبل هذا اللقاء من يعني تفاصيل طبية ومساحات سلبية إيجابية إيجابية سلبية وهذه الأمور اللي أكيد كان لها نعكاس النهاردة واضح على موقف سايق يعني بيأس داد سوق كل ما ده وكل شفاية بيأس داد سوق والنهاردة أنا لما تيجي شركة النهاردة تعمل رابر تس وتطلع نتائج يبلغوا اتحاد الدكتورة نتائج تلبية ويبلغوا اللعيبة اللي أدى انت نتيجتك إيجابية انت نتيجتك إيجابية اللي حصل ده حصل إزاي ما حدش عارف حاجة فطبعا تواصلنا أو الكابتن عبدالزار تواصل مع اتحاد الدكتورة قال له طب احنا نعمل بي سي آر قال لك ده في خمس نعيبة نتيجتهم إيجابية وكان الغريب بالنسبة لنا اللي هما جايين في الكشف وورا بعض بأكواد متتالية وده حاجة الدكتور بتاع الفريق قال لك ممكن يبقى حصل حاجة زي اختلاط للعينات أو حاجة زي كده لكن الواقع اللي موجود عندي لا فيه أعراض ولا فيه أي حاجة قلنا طب نعمل تشك على الكلام ده والنهاردة الصبح عملنا رابر تست مرة تانية رابر تست تاني تاني والاولاني والتاني معمول من قبل الشركة المتعافضة مع التحابي الكورا يعني موضوع ليس لنا علاقة بنهائي طلعت النتيجة بتاعتها الخمسة سلبية بتاعتها الخمسة سلبية الخمسة سلبية ممكن تقول لي أسمعهم ممكن تقول لي أسمعهم عند حضرتك في أحمد مسعود أحمد شحاتة محمود ودي اسمه أحمد شوشة محمد جابر كويس كويس هذه الخمس لعيبة طلعت النتيجة رابر تست النهاردة الصبح سلبي الخمسة سلبية تمام عاولنا التواصل مع التحابي الكورا ما ردوش عاولنا بعثنا لهم إيميلات وبعثنا لهم فاكسات ردوا علينا قبل المباراة بحوالي نص ساعة بإيميل طب اللي رد علي برضو أنا الدكتور جمال محمد علي آه قال لي ده هما بيقولوا ده يا جب المسحات اللي هي اللي هي رابرت تست رابرت تست طيب طب لما ده يا جب احنا جت لنا معلومة مصربة أو مش مصربة أو بلاش أنا بتكلمش على الخصمه ولكن جلنا عدد مسحات مبالح نتائج مسحات تتعملت بالرابط في السم بارح لينا والغيرنا وغيرنا ما فيش أي أخبار عنه خلاص الموضوع رح لحل سبيله والموضوع اتقفل والموضوع دي الفل مش مشكلة كل ده مش مشكلة لا لا أنا 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 مش فاهم أنا مش فاهم أستاذ عدنان معلش فاهمه أنا أقول لحضرتك أنا عايز أفاهمك قبل ما فاهمك هقولك على وصلة صغيرة جدا فضل الدكتور محمد سلطان تواصل مع الأستاذ محمد الخولي النهاردة قال له يا دكتور في نتاج المسحات يبنها الشركة بتاعتكم الخمس مسحات تلبية مش قال له طب ما فيش عليهم أي أعراض قال له ولا أي حاجة الهائي آه قال له طب ازاي قال له ده من نفس الشرك قال له آه قال له طب ابعتها لي أو خلي أو كلم الشركة قال له يبعتوا لي الكلام ده رسمي وأنا بمجرد إن الكلام ده يجي لي رسمي هبعت تمام ورأي المباراة بحيس إن هو آآ يفتح يبقى خمسة نعيبة يكون مدوذينين في الملعب خويت تمام عدنا في انتظار الفرج ما جاشي الفرج كلمناه مم أو لساس محمد الخولي يكلمه فمعنى كلامه جات له تعليمات بعدم التحدث في هذا الأمر مرة أخرى مم طب إيه السبب يا أنا 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 يعني عايز أفهم إيه السبب مش عارف إيه بقول لي حضرتك أنا رد عليك أنا رحت اتحاد الكورة النهاردة لقيتهم بيعقموه مفيش ولا بني آدم هناك مفيش حد في اتحاد الكورة ولا بني آدم أنا طلعت بناس طيب الخمسة الخمسة دولة الخمسة دول ملعبوش النهاردة ملعبوش وأنا موقف الجون رقم خمسة أو رقم ستة عندي لإنه مفيش بطولة ناشئين واحمد مصعود لا تكتو آآ آآ سلبية مم طب الخمسة لقيت منهم التين لعندهم أي معالم ولا ونتيجة الاختبار معانا إن هم فالبيين من شركتكم وارجعوا لها قال لك جلدنا تعليمات ما نتكلمش في الموضوع ده تاني طيب يعني ايه اتركوا تعليمات ما بتكلموش في الموضوع ده تاني أنا مش فاهم ما معنى كلمة هزر مصطلح والله العظيم عايزة فاهمه مم معنى ايه ما تتكلمش في الموضوع ده تاني طيب خليني أسأل حضرتك هي ايه الملابسات اللي حصلت بالأمس هل كانت الأمور ماشية في ظل آآ تعاون ومساهمات مهمكم مع الاتحاد والأمور حصل فيها أزمة حصل فيها مشكلة ولا لأ هقول لحضرتك تفضل الأمور كان ازاي الفل لحد لما عملنا بقول لحضرتك اللي راب التس وبدأ الناس هم بيعملهم التحاليل للناس بيبلغ كل لأب هو قاعد انت اعجاب يقول له جاب ازاي ده أنا ليس سلبي ده أنا ليس سلبي مطش مبارع هصلت بلبلة وحصل قلق طيب يبقى رقم واحد تعقب حضرتك على الجزئية دي ان هو ما كان يجب ان يبلغ اللاعبين باي مساحات وان تبلغ الادارة زي ما كان بيتعمل بفاكسات رسمية وانتوا تتعاملوا مع الموضوع صحي كده دي اول نقطة دي اول نقطة وهي دي اللي انت عايز توصلكه للمشكلة اللي عصلت مع الكابتن عبد الظاهر ها بالضبط كده اللي لما عملنا البي سي آر صلعت النتائج مبارح بلغونا بيها او بلغنا بيها الكابتن عبدالزبار الساعة تسعة بالليل انا والاستاذ محمد الخولي. مم. وطبعا قبل مننا طبعا احنا وصلنا للسيد رئيس النادي. كويس. اول ما بلغنا احنا قلنا له اي? يعني ما تتكلمش في اي حاجة عن القصة دي لان احنا عارفين ان النتائج دي احيانا او او عندنا معلومة النتائج ان ماذا صحيتها بيبقى خمسين في المية خمسة وخمسين في المية. مم. بتحمل او بتحمل لا او بتحمل صحة او بتحمل غلط. مم. وحفظ انا اخطأ قبل كده مع الشركة اللي عاملة. ماشي. فقلنا نتأكد ونشوف حالي مع التحاد الكورة. ان هو ناجي اليوم. مم. او نعمل اي حاجة على ما نعمل بي سي ار تاني. تمام. او نقفل مسحة تانية في الرابط تس. فايف? تمام. فهو قال لك طب انا هبلغ الكابتن طارق. احنا كقدر قلنا له لا ما تبلغش الكابتن طارق. مم. ستنى موضوع على رئيس النادي ونعمل محاولة مع السادة اتعاد الكورة. مم. بيشوف ان هنعالج السنة دي زي لانه ما عنديش حراس مرمى. مم. الولد النهاردة اللي بيلعب اللي هو العادي ده اللي بيلعب الواق الفين واحد ده. مصاب. بلعب ومصاب. مم. بس مش مصاب في كورونا. مم. عنده نوع ما من المزق في اي مكان يكون لكن مصاب. وعندي تأريد رسمي. اصابة عضلية. ماشي. فعنده اصابة عضلية. مم. فهو ده اللي حصل عشان كده الكابتن طارق افتكر الكلام ده يعني. اهو مش افتكر اهو قال الكلام ده ازاي وده ما ينفعش. انا مفروض كنت انا عارف. ولكن البلبلة اللي حصلت في المعذكر امبرح بالليل كون احنا عمليين حسابها. لان حصلت حالة بنصدار اللعيبة كلها مختلطة. يعني سواء اه بعض اللعيبة الخمسة دول متواجدين معظمهم على لعيبة تانية في او او في التمرين او ايا يكن. مم. طبعا حالة ما القلق والزعر ان ثابت المعذكر. ويمكن حصلت مشات ده ما بين الكابتن عبدالزاهر. وللامانة هو ما كانش السبب. احنا كمجلس اصدارة لطول مدينة تعلمات بالكلام ده. وعشان كده راجل قد نستألت ونحنا ما قابلنهاش. هل لحد هل لحد اللحظة ديت ما قابلتوش استألت الكابتن عبدالزاهر? بالضبط. بالضبط. ما قابلتوش. كبيرة كابتن عبدالزاهر كبيرة. راجل محترم. واضافة كبيرة للنادي الماضي. طيب نوين تعملوا ايه? عندنا اجتماع مجلس ادارة في خلال يمكن ساعة ونصف. مم. ايه القرارات اللي انتو اه حتى تدولوها المفروض? او حق? النادي فيه من الصبح. اه. المستندات والحاجات اللي احنا حضرنا فيها الشؤون القانونية من مبارح. مم. مدى اه اه هتمشي في انه خط. مم. اه 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 رقي العام لازم هيطالع اللي حصل بتفاصيله بعد ما نرجع للشؤون القانونية عندنا. مم. اللي هيحصل في 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 الصق الخاص بالكورة او هل في اي حاجة هتحصل او اي امور هتم. مم. ده هنعرفه الوقت بخلال ساعة ونصف لما نحصل الاجتماع ان شاء الله. طيب هل اه النهاردة كان فيه اه بعض الاخبار انتشرت كده على المواقع قبل المباراة انه المصري اه حط في او طلع العيبة كمان على المباراة. اللعبة دي مصابة اه كورونا واتحاد الكورة اخد باله وفرح منعهم من الصعود للاتوبيس. هل الموضوع ده فعلا حصل? اولا ما حصلش. ثانيا ما حصلش لسبب لان الاستاذ محمد الخولي وانا في المعسكر من الساعة خمسة. مم. وللاسف الراجل عمل المحاضرة بتاعة المباراة الساعة ستة ومبقاش عارف لان انا عاخدين وعود. مم. لحاجة الساعة ستة وبعد ستة دول ممكن يلعبوا هيلعبوا مش يلعبوا طب استنوا هنشوف طب استنوا شوية استنوا فالراجل مش عارس يحطوا تشغيل. ده للامانة. وللامانة اكتر اللعيبة اللي هم خلاص مش هيروحهم اللي هم عليهم المشكلة. لان احنا ناس محترمة وناس عايزين الدور يكمل. قلنا خليكو انت يا ابني يلا في افصل في القوض افصل جبنا الاداريين. قلنا اللي مفصلوا اللعيبة دي في قوض من الفصلة. مفيش ولا بني ادم على مسؤولية الشخصية. الكلام انا بقوله لحضرتك من الخمس لعيبة دول. طلع. ولكن انا بقول جايز فاكس اللي راح للتعادة الكورة او الايميل. اللي راح للتعادة الكورة بطلب. اللي احنا نلعب اتنين. وهو دي المسحدة تحت الخمسة اللي تلعيب سلبية. فعايزين نلعب اتنين بس منهم. حد خده. ولا حاجة. وتعامل من خلاله سواء صحفي او غيره. ما عرفش. ولكن محدش دخل مربع الاستاذ نهائي من اللعيبة اللي عليها مشاكل خمس لعيبين اللي عليهم مشاكل انا قلتها سنوم لحضر. هل الكابتن طرق العشري اه قبل المباراة طبعا دار حوار مطول ما بين رئيس النادي وما بيننا. وكان ممكن يتعامل سنريوهات اه كثيرة جدا كانت تحط. هذا المجلس هو وضع حارج جدا. جدا 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 قدام الكورة في فرقيا كلها وفي العالم. ولكن سيد رئيس النادي قال لك انا راجل بحترم مصريتي وبحترم بلدي وبحترم نفسي وما يفعش احرج المنظومة ككل الرياضية في تصرف. اه اه الاسبات اه او اللي ده بتقول انا هنا انت مش عايز تسمع ليه. انا هنا انت قبل ما تطلع بيان وترجع تحرج زي مؤرج في مباراة لي اسماعيلي وبقى يتعمل لك مشكلة على كل الاسعادك وتسمع. وافهم. وتناقش ونوصل لحل لانا هيبقى عندي مشكلة ولا انت هيبقى عندك مشكلة. اول مرة اول مرة لقيك منفعل يعني اول مرة لقيك منفعل. ان انا اول مرة في حياتي اشوف ادارة. ام. بالطريقة دي. اول مرة في حياتي. يا فندم انت انت مش مصدق ان انت بتتصل بعد يرميك على اللي بعده. ام. انبارح. تتصل باللي بعد ويرميك على اللي بعده. النهاردة ممنوع حد يرد. هو في كده. هو بس فالحين الناس تطلع في الاعلام. يرد عليك في الاعلام. ما ترد عليها في الوقت المولاكة خمس دقايق. وانا وانت اطلعنا بحاجة ريحتك وريحتني. وانا هعمل الصح. وانت هتعمل الصح. لكن بالطريقة دي ايه ده? مقدر 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 حالة الغضب اللي انت فيها. ومقدر طبعا انه انتو مسؤولين عن النادي المصري في ظل حالة الاعياء اللي كانت موجودة في الفريق وفي ظل التضارب اللي موجودة فيها. اه وعارف انه اه حريص جدا انك حريص جدا جدا على انتقاء كمان اه كل الافاظ اللي انت بتستخدمها. اه انا يعني الموضوع هيفضل مفتوح معايا طوال الحلقة. وهنحاول ان احنا نتواصل حقيقة مع الاتحاد ويكون عندنا اه رد فيها زي الجزئية. اه هل هل ما حصلش تواصل في الساعات الاخيرة? اسباب عدم التواصل ايه? ايه ايه الازمة او ايه المشكلة اللي حصلت اه ما بين النادي المصري وبين الاتحاد واللي بسببها الموضوع بقى وصل ليه المشهد ده لكن اه ان شاء الله بازن الله الامور تعدي على خير. اذا حضرتك اكدت انه كابتن عبدالزاري الساقة اه لم تقبله استقالته وانه كابتن طارق. ايه يا فندم انا سامح حضرتك يا استاذ عدنان. اتأذن حضرتك بقى. اتفضل. لما اطلع حد من اتحاد الكتورة انا مش هطلع ارد عليه. لان انا الحاجة اللي تقصش داعي وشغلي. مطلعش ارد عليها. بس انا اعمل حاجة تاني احبان. اتفضل. انا هبعث لحضرتك كل المحسات. وكل النتائج لو اي حد من عند حضرتك من الاعداد. حالا. حالا الاعداد دلوقتي اخد من حياة كل حاجة اول مقفله معي. والحاجات دي حضرتك زحة. وقل لي ما تبقى حاجة زي كده ما بيتردش عليها ليه. بس. حاضر حاضر. بشكر حضرتك جدا. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. استاذ عدنان حلبية عضو مجلس دهارة النادي المصري. ونحاول نتواصل مع السادة الافاضل في الاتحاد المصري لكرة القدم. اذ ربما نصل الى حل او معرفة اسباب الازمة الحالية. اه الموضوع يعني في تفاصيل كمان جوة في الكواليس. من مبارح للنهاردة هناك حالة غضب اه داخل النادي المصري. جماهير النادي المصري اه عندها حالة من حالات الاستياء. نهاردة زي ما حضراتكم شايفين كده الراجل المدير الفاني كابتنطر العشري مش عارف هو يختار مين يعمل ايه يتصرف ازاي. كترخير الدنيا كترخير اللعيبة اللي موجودين. اه انا معرفش دايما بيبقى لما بيبقى المشهد عندي بالشكل ده بحب بارجع لاصوله. يعني المشهد يبقى اه فيه ازمة كبيرة جدا جدا. ارجع لاصوله. اه هو ان اتحاد الكرة ليس في نزاع مع احد. اصوله ان اتحاد الكرة هو الحاضن للكل. هو الحاضن للكل. اتحاد الكرة مش في خناقة مع حد. يعني دايما بشوف ان اتحاد الكرة مظلة كبيرة. المظلة الكبيرة دي تحتوي كل الاندياة المصرية. المظلة الكبيرة دي تجيب الناس في النادي المصري. نعرف نهدى. نشوف احنا كانت المشكلة فين. مين قال كلام ما كانش اه يصح فيتم التعامل معاه بشكل او باخر. مين قال كلام اه كان في محله. اه التفاصيل اللي ليه علاقة بالمساحات يتم مراعاتها بعناية. يبقى موجود في هذا الاجتماع اللجنة الطبية. يبقى موجود في هذا الاجتماع اه الاتحاد اكيد وممثله يعني. ويبقى موجود النادي المصري. اصول الموضوع بالنسبة لي كده. يتقدم الاوراق وتقدم المستندات وكل واحد يبقى قاعد اكنينا بنتكلم من نقطة الصفر. مش من قبل كده. يعني او مش من بعد كده. لانه. دايما انا بحب اجيب من الاخر. الاخر ان هي النتيجة. النتيجة انه في مشكلة. تحليل بقى النتيجة ده بياخد وقت طويل جدا. لانه هتروح لتفرعات كتيرة. انت في الحتة الفلانية عملت كزا وانت قلت كزا. وانت عملت كزا. والمسحة دي انت ما عملتش. وانا عندتلك دي. وانت ما عندتليش دي. وانا وفقت على كزا. وانت حق الرد طبعا. لازم في حق رد الاتحاد الاتحاد الكرة. علشان نتواصل معهم. علشان بس ايه يبقى. اه دايما احنا عندنا كل الدرقة ووجهات النظر. بس عشان نردا على الكلام. اللي قاله استاذ عدنان حلبان. هو بحق لا تواصل مع الناس. الناس ما بتردوش. ما بيردوش عليه. وانه وصل الناس. اه. وبعد ما وصله. قاله في تعليمات انه محدش اتكلم معاكم. اه. هنا انا كاكاعلامي اتعامل مع الامر على انه انا كل مسئول على حسب اه تصريحاته ومسئوليته. والهوى مفتوح للكل يعني. واستدق اعضاء ماجل صدارة الاتحاد المصر كرة القدم مشرفنا ونواردنا في اي وقت طبعا يعملوا مدخلات ويوضحوا وجهة النظر اللي ليه علاقة بالجزئية دي اذا رغبوا اذا لم يرغبوا فاحنا اه ادينا واجبنا الاعلامي وكنا حرصين انه يكون فيه رد في الجزئية دي. حتى لا يتم التعامل مع الامر على انه كلام مسلم بيه كلام النادي المصر فيه الجزئية ديت. ويكون فيه نوع من انواع الاحراج لاتحاد الكرة امام الرأي العام. اه بشكل او باخر. طيب دي جزئية جزئية التانية. اقول يا شباب. طيب كويس. اه هروح للموضوع تاني مرضو موضوع مهم وبعدين هنرجع اه تاني للجزئية اللي ليه علاقة بالنادي المصري. اه وزارة الصحة المغربية اعلنت تسجيل الف خمسمائة سبعة وستين حالة اصابة جديدة بفيروس اه كورونا. ده النهاردة. هذا الرقم نحن نتعامل دائما مع التصريحات والامور الرسمية. طيب هيبقى ابعده ايه? انا معايا على التليفون معالي اه السفير المصري في المغرب سيد اه اشرف ابراهيم. برحب بحضرتك يا فندم اهلا وسهلا بحضرتك ومسائل يا فندم. اهلا بك واهلا بمشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. طيب في ظل البيانات الرسمية اه اللي خرجت من وزارة الصحة المغربية النهاردة بزيادة عدد الحالات النهاردة في اه الف خمسمائة سبعة وستين اه حالة اه جديدة اصابة بفيروس اه كورونا. ده يخليني اسأل حضرتك عن اه يعني مستقبل اه مباريات دوري ابطال افريقيا التي استجمع ما بين الاهلي والوداد الزمالك والرجاء في الفترة المقبلة. من وجهة نظر حضرتك شايف الموضوع ازاي في ظل البيانات الرسمية يعني. بص طبعا اه 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 انا انا اتكلمت معاك قبل كده من حوالي عشر تيام هي. الحقيقة في زيادة في الاعداد. مم. ما جرب بقالها حوالي سبعين. مم. يعني ما تراوح عامة بين الف و الف وخمسمائة في خلال الاسبعين اللي فاتوا دول. مم. او يمكن يعني اه اسبعين ثلاثة. اه. طبعا انا عارف انه طبعا هيبا فيه انه هل المباريات فيها تقام ولا لا. انما اعتقد بالتأديري انه اه زيادة الاصابات ممكن ما تأثرش على اقامة المباريات نفسها. اه طبعا ممكن تأثر على اقامة المباريات بجنهور. اه. انما هو من الاول فكرة ان يكون المباريات فيها حضور جماهيرة هي ما كانتش مطروحة طبعا انه لسه فيه اه مرحلة طارق الصحية في المغرب ما زالت معلنة. اه. وما كانش فيه يعني الناية اللي رفعها حتى قبل المباريات. اه. طيب هل فيه اي انباء ليه علاقة بين الموضوع ده بحسب ما تتدوى تتدوى له الصحافة اه في المغرب او الاتحاد المغربي لكرة القدم ما اعلموا انه الدوري المغربي لسه شغال ما حصلش فيه اي قرارات. اه هل ده بينسحب برضو على دوري ابطال افريقيا? ولا هناك بعض الامور في هذا الشق? لا الحقيقة هي مسألة اتمنى المباريات من عدمه لم تصار اه الحقيقة في المغرب وزي ما انت قلت هي مباريات الدوري شغالة ولم تتوقف. مباريات بتقمن غير بما هي. طبعا اه اكيد انه اه اه قريطه في الصحف اه المغربية انه كان طبعا كزا مباراة اجلت بسبب انه فيه اصابات في بعض الفجر. مزبوط. اه يمكن اخرها انه الوداد كان فيه ثلاث اصابات. يعني ثلاثة من سريق الوداد كان اللي ده الكلام ده من يومين ثلاثة. ايو. اصيبوا برضو بخير. اه يعني يمكن يمكن دي بقى النقط اللي تقلق انه تنصي اصابات ما بين اللاعبين سواء في الرجاء او. في الوداد نفسه. بالضبط. يعني اه دي ممكن تلق وتدي يعني احاب او امتباع بانه ممكن المباراة البطولة العصريصية البطولين حتى انه ممكن يؤجلوا او شيء من عزل صحيح. طيب اه اسأل حضرتك بقى انا اعلم تماما انه اه في دور كبير حاجة بتقوم به في اه المغرب. هل اه المسؤولين النادي الاهلية نادي الزمالك اه بيرامد على تواصل اه معكم اه فندم من اجل التسهيلات اللي بالاقامة والاعاشة والانتقالات لانه كله بيستعد من دلوقتي على اعتبار ان المباراة في سبتمبر ان شاء الله بازن الله. اه سابعا حصل تواصل مع اه ادارة نادي الزمالك اه من مدة كمان يمكن بقالها اكتر اه من اسبوعين. اه المسؤولين من نادي الزمالك اتصلوا اه بخصوص الاقامة. اه وبخصوص الترتيبات. اه اتصلوا برضو من حوالي اسبوع. اه يمكن هما بيرتبوا اقامتهم بنفسهم بس طبعا فيه تعاون ويعني كانوا بيسألوا برضو بالنسبة للترتيبات وبالنسبة لانه يبقى المرحلة القادمة اكيد هنبقى محتاجين ان احنا نبقى لتواصل مع بعض الاعداد لوصولهم وما الى زالة. الحقيقة الفريق النادي الاهلي لسه ما حصلش اتصال. انما بالتأكيد انه هيحصل يعني في الايام القادمة ان شاء الله. واحنا طبعا كاسفارة موجودين وده دورناه وتفهيل ومساعدة الفرق المصرية في المغرب ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله. طيب بشكل عام بقى نتطمن على الشعب المغربي. هذا خارج اطار كرة القدم هو جانب انساني بحث نتعامل فيه مع اخواننا واشقائنا في المغرب بعيدا عن كرة القدم وانما عن حالتهم هم. لا الحقيقة الحالة يعني طبعا انا عارس ان نتكلم على حالات اه نتكلم على الف وخمسمائة. ايه. يعني ممكن يبقى فيه نوع من القلق. اه. الحقيقة طبعا هي الاصابات تركيزها اكثر في مدينتين او تلاتة. اه. اللي هي المدن. زي ما كان في مصر مثلا كان دايما ان الصهيرة العداد فيها اكبر. ايه. ايه. فهي طبعا كازابلانكا دار البيضة هي الاعداد الاساسية فيها. اه. بس كازابلانكا هي اكبر مدينة في المغرب هي العاصمة الاقتصادية للمغرب وبالتالي الانشطة فيها وعدد السكان اكبر. مه. ففيها العدد الاكبر فعريدا بيوصل يمكن لثلث الاعداد كل يوم. مه. مراكش نفس الحكاية. ربط الامور فيها هادية. مه. انما بصفة عامة الاوضاع مطمئنة. وانتعاش المغرب يعني ان البداية كانوا واخدين اجراءات اه. صحيح. قوية. واختنوصين استعدادات الحقيقة لآآ ولو الازمة تفاقمتي بفيه رد فعل كويس. مه. المغرب بيتعامل مع الازمة بآآ يعني بحكمة وآآ باختبار شديد. وان شاء الله تعيش كل البلاد بتعدي بمرحلة مرحلة الزروة. اعتقد يمكن ان المغرب دلوقتي في مرحلة الزروة. مه. وفي الايام القادمة اعتقد ان العدد ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. بإذن الله. فندم باشكو حياك شكرا جزيلا على المداخلة. وشاكر افضل حضرتك آآ للسفير المصري. سفرنون مصري في المغرب سيد آآ آآ اشرف ابراهيم. بشكرك يا فندم شكرا آآ جزيلا على المداخلة وما فيها من اضحات. لانه زي ما حضرتك آآ زي ما حضرتكم آآ متابعين ومعارفين آآ دور ابطال افريقيا والبطولة الكونفيدرالية تقام آآ في المغرب. نهائي الكونفيدرالية يقام في المغرب. آآ ما قبل النهائي يقام في المغرب. آآ وجهة النظر الانسانية البحتة اللي تتمنى كل الشفا والسلامة الاهلينة في المغرب تتغلب دائما على اي منافسات او على اي شيء. اتمنى ان شاء الله بإذن الله ليهم الشفا والسلامة. اتمنى ان الاعداد تقل. اتمنى ان شاء الله بإذن الله اللا آآ يعني تنقل المباريات من اماكنها اتمنى ان كل حاجة تفضل زي ما هي بوجهة نظر انسانية بحتة تتغلب على اي شيء له علاقة بمنافسات كرة القدم حكون مبسوط ان شاء الله باذن الله لما بنوصل اليوم 25 سبتمبر مطشط الاهلي ومطشط الزمالك والمغرب امنة سليمة ما فيهاش اي حالات الامور فيها ماشي بشكل كويس ومسيطر على الحالات لانه زي ما بقولكم نحن والشعب المغربي هناك يعني ارتباط كبير جدا جدا بيه ونتمنى وان شاء الله باذن الله كل امورهم تعدي على افضل خير اه اه بمشيئة الله طيف اه كامل بقى الاخبار انا عندي اخبار كتير جدا في الزمالك بيخطبوا اتحاد الكرة للاعتراض على اه تغيير طريقة التحاليل اه احنا كنا شغالين ببروتوكول امكان اول برنامج قال لكم انه هيحصل تغيير في البروتوكول الطبي كنا هنا كنتكم نحصل تغيير في البروتوكول ما بين اه المساحات وما بين الربتست فحيتم الاستغناء عندها وهنشتغل بالربتست اللي هي تحاليل الدم اللي اه لسه كان بيتكلم عليها استاذ عدنان حلبية دلوقتي في النادي المصري وبشتكي منها طيب نادي الزمالك اه ارسلوا اه خطاب الاتحاد الكرة بيعترضوا فيها على التغيير اه اللي حاصل شايفين من وجهة نظرهم انه ده مش اه سليم اه وطلبوا وطلبوا اه الاتحاد انه يرد على الخطاب اللي هما اه بعتوا ويبعتوا كمان اه لوزارة الصحة اه علشان يعرفوا هل الكلام اللي بيحصل ده كلام متفق عليه متوافق عليه ولا لأ اه معرفش اه يعني مواضيع بقى فيها اشتباك كبير جدا جدا الحقيقة مواضيع فيها اشتباك كبير جدا جدا بس انا مع كل حالة من حالات الاشتباك كل حالة من حالات الاشتباك اللي ليه علاقة بالكرة انا باخد خطوطين لورا اتعامل دايما مع كل ما هو له علاقة بسلامة الناس معلش هو وفي البرنامج ده 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 اللاين ده الخط اللي انا شغال عليه الحقيقة يعني انه اه مش اول حاجة باسأل عليها المباراة هتتلاقي بامتى لما بعرف انه في حالات اصابة الناس تتعرف المداخلة الشهيرة اللي كان منكلم فيك كابتن طري العشر معنا هنا وقالك انه فيه اه عدد كبير من الاصابات اه حصل في نادي الانتاج الحربي كان اول حاجة بالنسبالي نطمن على الناس وبعدين بعد كده نشوف المباراة امتى وتلعب ازاي والتفاصيل اللي شبه كده في الحالات اللي بيبقى فيها دايما ازمات ومشاكل وبتاع الليه علاقة بالصحة باخد خطوطين لورا نطمن الاول على الناس وبعدين نشوف الدنيا هتبقى ماشية ازاي فأتمنى الامور تيمش في شكل كويس ان شاء الله بإذن الله حازم امام بيغيب عن الزمالك امام امبي الليه الاصابة اه برضو نفس القصة الاصابة اللي كان تعرض لها حازم امام في العضلة الامامية على فكرة هو كان بدأ كان يشتكي منها في مباراة الاهلي وشمر حتى كمان كده ايه الشورت لو انتوا اخدين بالكم في اخر مباراة الاهلي في اول المباراة بتاعت الموليه العرب رح مشمر الشورت نفس التشميرة انا قلت بس حازم مش هيكمل مش هيكم موجود مباراة امبي تعالوا نشوف تقرير بقى بالنسبة ان احنا منتكلم على مباراة الزمالك وامبي نشوف تقرير اه ليه هذا اللقاء بعدين نرجع نكمل كلامنا مع حضرتكم طيب اه زي ما تبعتوا كده خلال التقرير المباراة والدوري والزمالك وامبي والدنيا دخلت في المعمعة طيب عظيم انا معايا على التليفون استاذ وليد العطار مندير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم لشان يبقى عندنا برضو ايه رد فيها ديه الجزئية برحب بحاكة فانديم اهلا وسهلا بيكم مسائل فل مسائل فل ازايك سيد زبراين اخبار معانيك ايه الحمد لله تمام لك مني كل تقدير وتحية برا اي شيء انت عارف انا متابع كويس وفي الكواليس بشوف المجهود اللي انت بتبزله انت شخص مقدر لدى الجميع ده بكل تأجيد وحقك يعني انه ملاقه جامل في ده بس دايما بتحب ندي للناس حقال انا عارف ان المجهود كبير جدا هليني ادخل في الموضوع مباشرة انا كان معاه مداخلة مهمة اه دلوقتي من النادي المصر يستاذ عدنان حلبية وكنا بنتكلم على التفاصيل اللي لها علاقة بالنادي المصر الراجل قال لي ان احنا اه رقم واحد عندهم تعقيب او تعليق بيسألوا هو ليه الربط تست عمل في التوقيت ده وهما كانوا شغالين بالمساحات قال انه هما بيشتكوا انه تم ابلاغ اللاعبين في وقتها بالنتائج ده عمل حالة من حالات الزعر قال انه هما بيحاولوا اتواصلوا طوال اليوم مع الاتحاد لم يكن هناك اي رد قال انه راح الاتحاد بنفسه ما كانش موجود حد في الاتحاد قال انه كان كل اللي هما عايزينه انه اتنين لعبة من الخمسة يكونوا مشاركين لانه المساحات اللي اتعاملت طلعت غلط وفي مساحات تانية عملوها في طلعت صح وبالتالي طلعت خمس لعبين اللي كانوا ايجابيين طلعتهم سلبيين لحد ما وصلوا لرد قبل المباراة بنصف ساعة من أستاذ جمال محمد علي وما كانش بالنسبة لهم ده شافع على الاطلاق وبالتالي كانت المشاركة النهاردة اللي شايفينها من وجهة نظارهم انها يعني مشاركة اسفرت عن هزيمة بحالة اعياء وقال ان الكابتن طرق العشري ما كانش عارف حتى كمان المجموعة اللي كان يختارها في اللقاء حابب اسمع من حضرتك انا لخصتلك المدخلة بيئة الكامل وحابب انه حضرتك ترد على كل التفاصيل تفضل افهم طيب دي نوعات كتير اوي خلينا ناكدها نقطة نقطة تفضل نقطة تغيير البروتوكول بتاع المساحات ده احنا اخترنا به الاندية من حوالي اسبوع وعشرة ايام بجوابات رسمية لكل الاندية ان البروتوكول المساحات تم تغييره او تم تعديله مش من عندنا مش احنا اللي غيرناه ده وزارة الصحة وده بجوابات رسمية موجودة وزارة الصحة هي اللي اخترتكم بتغييره يعني مش منكم انتو مش من نفسكم طبعا لا خالص خالص في الامور الصحية والطبية يا سيد إبراهيم ما فيهاش اجتهاد تمام لازم بتلجع لاصحاب الرأي والقرار في الموضوع ده وطولهم نعمل دي ولا نعمل دي ولا هم يقولوننا نعمل ايه موضبط فاتقلنا او البروتوكول الجديد هو عبارة عن ان احنا بنعمل حاجة اسمها الرابيد تست او السكانينج اللي هو التحليل السريع لفيروس سي ومن تظهر عليه اعراض او يحصل شك يتعمل له مسحة تمام وده ان احنا ابتدنا ننفذه بدايكا من الاسبوع ده ان احنا بنبعث الفريق الطبي يعمل المساحات السريعة ولو طلع فيهم اي حد ايجابي بنبعث الفريق الثاني ان هو يعمل المسحة الطبيعية اللي كان بتتعمل قبل كده تمام اه المسحة اللي هي العادية اه الPCR اه الPCR لو اتعملها انا مش عارف ترجمتها بالعربي ماشي احاول اقول معناها ايه اه الPCR لو طلعت ايجابي خلاص ايبا ده موضوع فاين الايجابي ما نقدرش ننزله الملعب لو سأل بيه بخلاص بيقدر ينزل الملعب ده بالنسبة للبروتوكول بالنسبة اللي حصل مع النادي المصري اه ان احنا بعثنا يوم الخميس الفريق الطبي عشان يعمل المسحة السريعة اه عمل حوالي 21 فرد في فريق النادي المصري وبعد كده حصل اه يعني رفض لاستكمال المسحة رفض رفض اه اه ايه الاسباب اه لا احنا مش واسقين في دي احنا عايزين القديمة اه القديمة احسن طب انتوا بتعملوا كده ليه اه اتكلمت مع كابتن عبدالظهر السقه اقول تلو ايه المشكلة اللي عندك قال لي اه اللعيبة مش وقق في هزيه المسحة اقول تلو ماينفعش انا وانت او اللعيبة نتكلم في حاجة تبضية طرمع اه المسؤول عن الملف الطبي دي اللي هو زبط صحة قالت اوكي على ده فاحنا بنتبع هذا البروتوكول ايه اه برضو استمر الرفض وبعد الفريق الطبي خرجوه من المعسكر وما استكملش المسحة بتاعته ما استكملوش المسحة ما استكملوش المسحة واللي كان طلع فيها خمسة سلبين بحسب كلامهم يعني بعد ما وصل اه خمسة ايجابيين عفا خمسة ايجابيين لا لا على حسب الكلام اللي كان وصلني من كابتن عبدالظاهر وما كانش رسمي من الفريق الطبي ان هم عملوا 21 مسحة طلع منهم 11 ايجابي 11 ايجابي اه ده كان كلامه انما ده مش حقيقة يعني انا بقولك ده كان كلامه لي ده كان كلامه انما ما كانش حقيقة انما ما كانش حقيقة لان المساحات السريعة دي كان مبينة ان الـ 20 او الـ 21 فرد طلعوا سلبيين يعني لما طلعه للتقرير اللي اتبع لهم رسمي برضو ان كان الـ 20 مسحة دول سلبيين العشرين بالكامل سلبيين مفهوم شوال حالة ايجابية مش زي ما بيقولوا انه فيه خمس حالات ده الرسمي اللي طالع منهم قالوا انه فيه خمس حالات ايجابيين ده انا بكلمك بس يا سيد ابراهيم المسحة السريعة المسحة اللي هي الربط تست الربط تست المسحة السريعة اللي هي بتاعت الدم تحليلت التحليل الدم يعني ايو بالزبط ايو فرح فكان لما بلغني كابتن عبدالظاهر ان فيه 15 حالة كنت وجهت الفريق الطبي التاني ان هم يروح لهم يعمل PCR بسرعة كويس رمض 15 حالة ايجابية الشركة المسؤولة عنده قالوا لي مين اللي قالك فيه 11 حالة ايجابية احنا لسه مطلعناش التابير ترم علش كده كده هنوجه الفريق التاني يعمل PCR للعيبة عشان برضو نتطمن تمام اتعمل الPCR لكل اتعمل 42 شخص 42 شخص 42 شخص ده اتعمل الساعة كامل فانه ده امبارح مساءا كده مظبوط ولا امتى ده اتعمل امبارح مساءا امبارح مساءا لا لا اول امبارح اول امبارح اول امبارح مساءا تمام اه طلعت النتيجة امبارح بتاعت الPCR حوالي الساعة 6 بعد الدور اه كان فيها خمس حالات ايجابية خمس حالات ايجابية اوكي تمام وارسلنا النتائج لكابت انا انا شخصيا ارسلتها لكابتان عبدالزاهر الساقة تمام على تليفونه تمام وحصل قوار بيني وبيني وحتى على الواتسا اه طب ليه طب احنا نرجع احسن بقى للرابد تاست وطوله خلاص طالما عملنا البي سي ار البي سي ار هو اللي بيمشي نتيجة البي سي ار هي اللي بتمشي طب احنا لعيبة كده احنا هيبقى عندنا مشكلة هيبقى عندنا مشكلة في حارس المرمى قلت له انا ما اقدرش هلاعب حد ايجابي وانزلوا الملعب واختالت بالناس مش لا سبتتي ولا سبت اي حد ان هو يدر هو قال لك بقى في الحالة دي هو قال لك هنا انا عايز ارجع بقى للرابد اه لان المسحة السريعة طلعتهم كلهم سلبيين فانا تمام انا عايز ارجع للمسحة السلبية فانت قلت له لا البي سي ار تجب ما قبلها خلاص وبالتالي حضرتك كده عندك ايجابي الاجابي ده مش حينزل الملعب قال لك لا طب الخامس دول اخدهم معا قلت له لا مش هينفع صحي كده مزبوض كده كامل يا فان النهاردة بقى حصل ايمايلات ما بين النادي المصري وما بيننا عايز ارجع للرابد تيست او النتيجة بتاعت الرابد تيست بعتنا له قلنا له طبيا الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية عمل تأرير ان ده لا يجوز طالما عملنا البي سي ار وديه الحاجة النهائية ما ينفعش ان احنا نرجع للرابد تيست التالي طب التالي الخمس لاعبين الايجابيين ما ينفعش ينزلوا الملعب وعملنا لهم جواب بهادا الكلام طبعا احنا بنتكلم بقى الحوار اللي داير طب احنا هنلعب ازاي طب احنا هنعمل ايه انا ما عنديش غير اتنين حراس فدي دخلت في مشكلة فنية ما لهاش علاقة بالطب وانا كمان ما اقدرش كبهات كورة ان انا اخاطر بالفرقتين ونزل لها بيجابي الملعب بس دا كان مش قرار ولكن دا الاجراء الطبيعي المتبع ان لو ظهر حد يجابي ما ينفعش ينزل الملعب صحيح طيب هسأ حقاك في جزئية متى اخترتوا بالنادي المصري بانه بضرورة ان انتوا تشاركوا والخمس العيبة دول ما يكونوش موجودين لانه كم عائل استاذ عدنان من شوية بقول انه كنا ماخدين معود لحد الساعة ستة سبعة انه ممكن الخمسة دول يشاركوا هل انتوا قطعتوا معود على نفسكم انا مش عارف مين اللي عمل معود بالزرط انا عن نفسي ما كانش فيه الكلام دا لحد مبارح بالليل وامكن كنا على الهواء انا وكبت انطار العشري مع كبتان احمد شبير وقلنا ان الاجابيين ما ينفعش يلعبوه وازم يكون في بداية لعنده فنية انما انا محضرش نزل لها بيجابي يعني ممكن كان حتى كبتان طاري بيشتكي مبارح من النتيجة لحد ساعة نشر بليل ما وصلتوش انت حضرتك بريء انت حيك بريء من القصة دي وانا ببرعك اهو على الهواء لان انا كان معاهل استاذ عدنان حلبية قالوا ان احنا اللي قلنا لكبتان عبدالزاهر لا يخطر المدير الفني في هذا التوقيت او لما حصل الموضوع ده بس بالمناسبة ده بالمناسبة الحمد لله ظهرت الحقيقة في النص كده في النص اه هي جات في النص كده مش متشافقة او هي جات في النص طيب ده انا عندي سؤال خلاص انا خلصت الاسئلة اللي عندي من نادي المصري نعمل ايه علشان نحل مواضيع نادي المصري يعني انا عارف ان انت صدرك راحب وعارف انه اتحاد الكرة صدر راحب جدا جدا في التعامل مع هذه الامور نعمل ايه علشان الازمة دي كلها على بعضها تتحل انا دايما بقول وانت عارفني بار الهواء زي جوة الهواء احنا كلنا في مركب واحد احنا بنعمل كل اللي نقدر عليه عشان نساعد النادي المصري ويمكن كان فيه اكتر من قعدة اه مع مجلس ادارة الاتحاد مع اللجنة الخماسية اه اخرهم لما كان فيه اه مشكلة عندهم في تقرير المسحة اه اللي هي كان فيها اتنين زيادة واحنا كنا لغينا المرش محدش كابر اللجنة الخماسية ما كبريتش وقالت لأ احنا لأ اخذنا قرار ومش نرجع فيه لأ لأوا انه فيه حق النادي المصري رجعوه على رغم كل الانتقادات اللي وجهت ليه مع انا 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 قلتلكم برافو عشرة عشرة مقللش منكم دايما ده دور الكبير الكبير بيحتوي الناس ما فيهاش مشكلة يعني وده كان قرار للناس بصراحة لاجنة الخماسية انه طالما فيه حد روح ايه لازم ياخده مهما يكون الغلط عند مين ونبتدي ندور على الغلط فينه ونصلحه اه انما النادي المصري ياخد حقه اه فما اعتقدش ان حد بيعمل كده اه ممكن ان هو يكون جاي على النادي المصري وليه عشان ايه يعني انا مش شايف سبب ان حد ييجي عليها هم عندهم مشكلة من اول الموسم ان عدد اللاعبين المقايدين قليل او يعني المدير الفني مش مقتنع بيهم او حاجة وكان عندهم مشكلة في القيد فمن بره مش مش من الاتحاد المصري من الاتحاد المصري فبالتالي اه الخيارات اعتقد الفنية للعبين مش متاحة هم حاسين بالضغط بيدوروا على اي حلول يعني بيشايفينها بره السندوق لكن هي بره البحر طيب بعدها خليني ديها خليني اسألك في جزئية برضو هاكوا تتكلم دلوقتي بتقول لي انه الامور الطبية احنا ما بنفتيش فيها وده حقيقي فعلا الامور الطبية كلنا بنرجع لوزارة الصحة واللجنة للطبية اللي عندكم شخص محترم جدا الدكتور محمد سلطان لكن هو السؤال طيب مين يحكم في الامور الفنية يعني انا مثلا كنادي ممكن اقول لك ان انا التلات اربع حراس بتوعي مصابين فالتلات اربع حراس بتوعي مصابين اعمل ايه هي دي مين جوه اتحاد الكور مش تلات اربعة هو عنده مشكلة انهم ايد اتنين حراس مقايد اتنين حراس مش تلات اربعة ممكن انا حتى كنت في اعداد مع كابتن عبدالزاهر بقول له انت عندك سبعتاشر لاعب ناشئ مسعادين للفرقة هاتهم ومرنهم مع الفرقة رما انت عندك نقصة وعندك مشكلة هات السبعتاشر لاعب الناشئ المصاعدي الفريق الاول هاتهم ومرنهم مع الفرقة فقال لي هيبقى العدد كبير قوي انت عندك مشكلة وعندك نقص انا مش عايز افكي في الامور الفنية بس اقول اقول اهو تدخل في الامور الفنية انما يعني لا انا 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 لسألت حضرتك حقيقة ما بتفتيش في الامور انا اللسألت حضرتك بقول لك من من الذي يملك حق القطع والقرار في الامور الفنية اذا الانديها اشتكت يعني الحتة الطبية الحتة الطبية حضراتكم بنرجعها كلنا لوزارة الصحة طيب أنا لما يكون أنا عندي مشكلة في مثلا في مركز من المراكز ما بقاش عندي فيه لعيبة ومركز حراسة المرمى مركز حساس مين اللي يقطع لنا في الحتة دي مين اللي يقول لنا طيب خلاص يا جماعة طالما أنتم عندكم مشاكل مفيش يبقى خلاص إحنا المباردية هنعمل فيها كذا لا المباردية تتأجل لا المباردية ما ينفعش تتأجل لا انت عندك حرسين تانيين المفروض ان انت تلعب بهم الامور الفنية مين اللي بيتكلم معهم علشان يبقى هنا محدش بيقوله محدش بيسمع له او محدش بيسأل كل الناس بتكلم معهم سواء كابتن احمد عبدالله او كابتن محمد فضل او دكتور جمال عشان هم اللي اكسرنا خبرة فنية اعتقد حصل حوارات كتيرة في الامور دي ان انت لازم تستعين بالشباب الصغير او بفرق 99 او الناشئين اللي معاك او صعادهم حتى حتى المباراة الاولانية لما كانت اتلغت كان حصل حوار من هزا القبيل وانت فين فرق 99 لا ما بتتمرنش طب يا جماعتهم مرنوهم حصل وقعة ولاقيتوا ان انتوا عندكو ازمة وعندكو نقص طب هاتوا بقى الولادة صغيرة كده يتمرنوا معاك وممكن تسد بيه الصغرات يعني ما هي دي الامور الفنية اللي بقولك يعني انا مش عايزة تدخل فيها اوي عشان ما بقاش تزخل اه في حاجة ما تقصنيش او يعني ما هيقل وليد العطار ما عندوش خبرة فيها فليه بيفكي يعني طيب هسأل حضرتك في جزئية اه ليه علاقة بنفس الموضوع هل الرابي التست تم اعتماده وسيتم العمل بيه من الان فصعيدا وفق ما اكدت وزارة الصحة وفق ما اكدتم لانه انا عندي كمان خبر انه الزمالك معترض على الرابي التست ان الزمالك عمل الرابي التست ورادي عمل الرابي التست ورادي بس بعتلكم خطاب مش هعارف انا مش عرفوش الحقيقة بععتلكم خطاب هو ممهور وموقع بتوقيع الاستاذ الاستاذ اللي هو على اميلة. اه معطارد في على الرابيت تاست. الحقيقة. هشوف الصبح واحن نرد عليه باي 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 ان البروتوكول ده جاي من وزارك الصحة. اه. واعتقد اه الفريق الطبي في ناس الزمالك لما هيعرف ده مش هيعترض يعني. صحيح. وبعدين احنا بنامش الرابيت تاست بس يا استاذ ابراهيم. احنا لو في شك في لاعب او لاعب طلع ايجابي بينهم عاملين المسحة. مفهوب انا فهمت من حضرتك الحاجة بتقول دلوقتي انك بتعمل التحليل الدم ده الاول. وبعد تحليل الدم ازا ظهرت عندك حالات ايجابية فبتقوم عامل له الرابيت تست. طلعت سلبية لانه اه كده انت بتقلل عدد تعرض الناس للمساحات. فازا طلع مسلا عندك خمسة ايجابي ولا حاجة بتعمل لهم التحليل ازا طلعوا سلبي خلاص اه بيلعبو. ما طلعوش خلاص صحي كده مظبوط. هي بالزبط. هي بالزبط كده انا فهم صح. طيب تمام. اسأل بقى في في جزئية اه تانية. الاهلي والزمالك هيلعبوا فين في في الطولة افريقيا? هنا في في القاهرة. هيلعبوا فين? اتحددت ملعبهم ولا لسه? آآ الزمالك كان اختار آآ استاد برج العرب. مم. وآآ النادي الاهلي اختار استاد استلام. مم. وآآ مغالي بندل اللي هيتلاق عليه المقراطين يعني. خلاص كده ده بشكل آآ نهائي. ان شاء الله. ان شاء الله بازن الله. طيب هل متابعينا يمكن كم معايا على التليفون سفير آآ مصر في المغرب. وكنت بتكلم عن نهارده فيها حالات بتزيد. نهارده الف وخمسمائة حالة آآ اصابة بفيروس آآ كورونا في المغرب. هل انتو كاتحاد متابعين الموقف ده? عندكو اندية مصرية هتشارك فيه المباريات هناك. متابعين ولا لا? فيه متابعة للحالات وآآ دكتور محمد سلطان يمكن بيتواصل مع حد هناك آآ آآ ريليتب وزاة الصحة او حاجة زي كده قولوه في المجال الصحي في المغرب. آآ يعني لو فيه اي آآ بريكوشنز المفروضة او يعني اجراءات احتراضيات التأمل. آآ. اللي طرقنا هنخترهم بها على طول طبعا. ان شاء الله بازن الله. آآ آخر حاجة هل تم احالة بعض المسؤولين آآ في منظومة كرة القدم ليه لجنة الانضباط بالفعل ام لا? بص يا كابتن دراهيم. فضل. خلينا نقول ان احنا عايزين آآ نتعامل بشكل احترافي. تفضل. آآ لو انا عندي معترض على اي حاجة آآ لو انا كنادي معترض على اي حاجة. آآ فيه طرق شرعية وآآ قنوات شرعية للاعتراض والتقديم وجهة النظر. آآ اي حد هيخرج عن النص او عن هذه الطرق. آآ لجنة الانضباط مشكلة عشان كده. آآ اي حد فيه آآ تصريحات او آآ او آآ اشارات او تلميحات آآ خارجة عن النص. آآ بتتعرض مباشرة عن لجنة الانضباط. آآ واول ما بيتاخد القرار بيعلن عنه. طيب. انما يبقى 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 التصريحات الاعلامية التصريحات التليفزيونية صحافة آآ مرئية مقرؤة مسموعة. كل ده. انتم تابعين كل ده. شرعية للاعتراض. آآ. نعم. دي مش قنوات شرعية. دي مش قنوات شرعية للاعتراض. القناة الشرعية للاعتراض هي الفاكسات الرسمية. في آآ تظلم في آآ استقناف. يعني في فيه خرامات. صحيح. طيب. بناء عليه انتم حصرتوا. اه. تمام. انتم حصرتوا آآ 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 عملتوا حصر لكل التجاوزات اللي صدرت خلال الفترة اللي فاتت. اللي بتزهر تجاوزات آآ الادارة المسؤولة بتقدم عنها مذكرة. وبتتحول لجنة الانضباط مباشرة. طيب رسميا في حد تحول للجنة الانضباط او هتعلنه امتى? في في مجموعة تحول لجنة الانضباط. آآ آآ خلي الاعلان يبقى من خلال لجنة الانضباط آآ خلال الجواء الجاي خلال يومين اللي جايين دول. آآ هتعلن عن الملفات المعروضة قدامها وبخصوص ايه. آآ. ولو في قرارات هتعلن عنها على طول. طيب عظيم. آآ جزئية كمان ليه علاقة بآآ بكهربا. هل كهربا قدم اي تظلم من خلالكم آآ في العقوبة الموقعة عليه? هل نادي زمالك والاخر قدم اي شيء اي ملفات جديدة في نفس الشأن ولا لأ? آآ بص آآ الحاجات اللي هي الخارجية اللي مع الفيفا او آآ او المحكمة الرياضية. آآ تظلمات بتتم مباشرة نبين المتظلم. ما بتمرش. ما بتمرش على اتحاد الكور. ما بتمرش علينا. آآ. إنما في النهاية لما بيصدر قرار بيجي لنا صورة للعلم او للتنفيذ. لو لو الفيفا طلبة مننا التنفيذ. آآ لكنه يعني ده بيعد عليكم في الآخر فلسه آآ ما جالكوش. طيب آآ هل في اي نادي من الاندي? انا عارف ان انا طولت عليك في الاسئلة بس فرصة. فرصة تسلم يعنيك فرصة حياك موجود مع نا. هل في اي نادي من الاندي قدم تظلمات بخصوص العقوبات اللي تم توقعها على اللاعبين في السوبر المحلي آآ كهربا شيكبالا آآ امام عشور. هل تم آآ تقديم آية تظلمات في هذا الشأن عمال بس مع كل كل فترة. انه في لعيب ده هيترفع عنه العقوبة يوم كزا. اللاعب الفلاني ده هيتلاقي. الكلام ده صحيح ولا لأ? آآ بص انا يعني مش اقدر اجاوبك اجابة دقيقة لان انا مش آآ. ماشي. مش متأكد ازا كان في تظلمات تتعملت ولا لأ. آآ. لكن آآ آآ اوعدك ان انا رجاها بكرة الصبح وابلها كبير. خلص اتفقنا وابلها كذلك. انا بشكرك شكرك جزيلا وآآ بشكرك على ساعة صدرك. اتقبولك كل الاسئلة. وآآ آآ اتمنى ان شاء الله بازل الله ليك كل آآ توفيق. بشكرك يا فن بشكرا آآ جزيلا. آآ تصرحات آآ مهمة جدا جدا. انا بس هو اللي انا بقوله ان احنا نقدر نقدر نتكلم مع بعض. اتمنى ان اتحاد الكرة آآ زي ما اسمعنا كده الراجل هادي جدا جدا. الشخصيات المقدبة. النادي المصري تتحمل برضو كتير. ونعرف نقعد مع بعض والله. نعرف نقعد مع بعض. نقعد نتكلم مع بعض. ونترح. الراجل قال كلمة مهمة. وقالك المصري اخد حقه بدون مكابرة. احنا ما كبرناش مع النادي المصري على فكرة. رغم بعض الانتقادات اللي كنا عارفين احنا نتعرض لها فما فيش مشكلة. آآ النادي المصري عنده فرصة زهبية انه بتعامل آآ في الحتة دي بالورقة. اتعامل بالورقة. بمستنداتك. جاهز ورقك ومستنداتك. وده خليك دايما بالداتا بتاعتك. وروح وتكلم مع الناس. وهتلاقي كل الناس بتسندك على فكرة. يعني هتلاقي الناس بتسندك. ودي مش منة من الناس. مفيش حد بيمنة على حد آآ لسامح الله. بس هتلاقي انه كله عايز يساعد. اتحد الكرة يعني مش عايزين مشاكل. يعني ما في النهاية هو عايز عايز يماشي الدنيا. عايز يماشي الدوري. يعني كل ما ضغوط. ضغوط انا موجود معكم على الهوى. ما عنديش مشكلة. نقعد نتكلم برضو. واعرض وجهة نظاركو تاني. وانتحاد الكرة نتكلم. ها. لحد ما نوصل يرضي جميع الاطراف. لحد ما نوصل ان احنا نقعد مع بعض واحنا تمام. بس اتمنى ان احنا نقعد من الصفر. من نقطة الصفر. ما نقعدش من احنا نقعد نقطة الصفر. نقعد نقطة الصفر ونبتدي. طيب نروح بقى لحالات التحكمية بتاعتنا. برا كابتن ساميرا عثمان اه حكمنا الدولي وخبرنا التحكمية. كابتن ساميرا عثمان بيعجبني فيه ان هو ايه? اقول لكم حاجة برا الكواليس. برا الكواليس. معلش هكاب سامير سامحني ان انا اقول حاجة برا الكواليس. بتكلم مع كابتن سامير فبيقول له. بس انت بتقول يعني اه في كذا في كذا في كذا. قال لي اه. انا بتعامل مع كل حلقة على انه دي اخر حلقة. بتعامل مع كل مداخلة على ان دي اخر مداخلة. هقول الكلام. ممكن ما يعجبش الجمهور ده. فيزعل فيقول مش عايز سامير عثمان فخلاص. بس انا بقول اللي انا شايفه. حقيقي يعني الراجل ده صادق. تاني هو بقولها على الهوة يعني. حقيقي الراجل ده صادق. واللي بقوله برة هو اللي بقوله جوه. ولما قلوكوا كده فصدقوني. لان هو مش من الناس اللي بتحسب حساباتها. آآ شغلانة صعبة. الشغلانة صعبة. شغلانة الخابيري التحكمين دي صعبة صدقوني لان اكتر حاجة جدلية يعني. زي زي الحكم برضو صعب جدا. وصعوبتها بتيجي في انك انت بتطلطش لازم هتطلطش في الالي والزمالك لازم هتيجي في ده او في ده. فحتيجي في ده هتزعل. ليه بقى هو الحكم ملوش جمهور. والخبير التحكمي ده ملوش جمهور. ملوش. ملوش ظهر. فهيقول هنا مش عاجبة ده اطلع. اطلع عليه. هنقول ده مش عاجبة اطلع عليه. فدي بتقع مسؤولية كبيرة جدا جدا. انا ليه بقول الكلام ده عشان بس ايه? تبقوا فاهمين الراجل ده في مواقف كتير جدا لما بيقول. اه. بيقول كلمة الحاجة. كبسامير مساء الورد. اطلع نورة كابتن ابراهيم متشاكل على المقدمة الجميلة دي كالترقاش بخير حضرتك يعني. يا فد بحقك يا فدم انا ما بجملكش يعني. انا عارف كويس اللي ده بقوله. عشان بس الناس تبقى دايما موجودة معانا. طيب جهز نفسك برضو اعمل حسابك اندي اخر حلقة. غالبا. هيخبه داخلة. طيب خليها بتادي بعك من اسوان وابيرابد. راكلة الجزاء بتاعت اسوان انت اه. ها. درع محمود باتيوني الحاكم الدولي من عارضة. سيدي. مبارا واحتسب راكل الجزاء سليما من عارضة الاسوان. مم. وفيه كرة ممكن لو. والفار ايه بقى? مع البيع برضا هيشوف اللي احنا شايفينه. مم. مفيش كاميرا وراء. مم. هيشوف الكاميرا وخالي بالك. حاكم البيع ركابتن ابراهيم ما يدرش ازا دخل في الكورة زي دي. بنسبة كبيرة. ليه? موقع الحاكم قريب جدا. مم. حاكم الفيديو بتدخل في الكور. بس اياه بالسنس دي بالسنس دي دار بالجزاء. انا شايفها من الصورة دي ركل الجزاء. اه. ما يمنعش ان انا ادي ضاهري ان ايدي تبقى مفروضة. يعني حتى لو انا اديت ضاهري طالما ايدي طالما ايدي مفروضة كده خلاص ببرا جسمك. مطلقش برا رفو عليك. ولا اطلع برا جسمك كده ولا تعليها فوق. كده طيلك لفوقي بقى صولت جسمك. مم. وهنا بقى التعامد هنا بقى خلاص مش موجود ده ايه. نشيل كلمة التعامد. مم. خلالنا ان فيك تكبير جسمك. سواء بالجنب او اه الارتفاع من فوق. طيح. ودي طبعا لا بقى كانت مهمة كنت اتمنى بس لو كيه كاميرات يأتدعم قرار الحكم يعني كان نفسها دعم قرار الحكم في قرار العجيس. ماشي نروح لببارات الاهل والمصري. الاهل والمصري قدرها التعور. مه. قريبة من استخدام كوة زي ده. فامين طبقا لفهم برضو القانون. مه. خلاص هو من وجهة نظره انه يدي هنا تعور انزاري بقى خلاص. يبقى ان دعم هنا قرار الحكم. يعني الكوة رجيم تبقى من الحالات الكابتن اه براهيم جدلية. مه. على حاجات التعور. يعني لو وصلت بقى استخدام كوة زي ده المرائب المباراة وفي التحليل هيمشي برضو مع الحكم. مه. بس هنا يعني الادارة بتاعت امين شافته انه لا خلاص. يتبقى فيها كارت اصفل. فيها كارت اصفل. لو انت لو انت اللي بتحكم هتديره احمر على طولة. والله يبص يعني النقطة انه في كورة برضو موجودة يا ابراهيم في الملعب يعني. في كورة بين الاتنين. في كورة بين الاتنين. يعني ايه في كورة اه يعني هما الاتنين دخلين على. اه اه. عارف لو الكورة دي مش مع اي ما اي التحام هيبقى الاتنين في كورة ما بينهما كافتين سمير. لا ما بس الاستخدام قوة زايدة معظمه مش بيضيقى في كورة مش بيضيقى في كنافس على الكورة. اه. تا واحد مسلا بيعمل تاكن جامد بعد ما الكورة تلعبت. فيها اللعيف طالع وبيضرب بكورة. او بيضرب ببوكس بطريقة صعبة شوية. طيب سؤال. اه. هو ليه ما بصش على الفار? او الفار ما قالوش حاجة ما كلموش فيه. اه ممكن ممكن هنا يكون حكم اه دعم مع القرار. دعم مع يقول له اه. يقول له دي فيها مسلا اه حال الطرد. اه. مسلا. لو قالو دي فيها حال الطرد لازم اه امين يطلع بقى. اه. يطلع يشوفها. لازم يطلع يشوفها لو قالو فيها حال الطرد. او حاجة ثانية ممكن امين يقول له لا لكورة ما هاش حاجة خالص. او لا دي تحصي حق الانزار. انما ما ينفعش يقول له دي ادي لانزار. لا دي مش مابودة في البروتوكول. دي اخد كم من عشر امين نهار ده? اه بص انا الحالات لانا اه شايفها انا انا اعظرني ان مصرفتش على المبارات كل دها. ماشي. بس بالحالات لانا شايفة الحالات الصعبة دي. ام. ما يقلش عن تسعة من عشر طبعا في المبارات. تسعة من عشر. صحيح. ام. كاب ساميرا ده بشكرك شكرا جزيلا ومسائك زي الورد. بشكرك شكرا جزيلا. طيب كابتن ساميرا وثمان طبعا بشكره وتعقيم مهمة جدا جدا. طيب بناءا على اه يعني رغبته وتعقيبه على مباراة البرامدز واسوان اللي لسه كنا فتحينها سواء على الحالات التحكمية او حتى كمان الكلام اللي كنا قلناه في بداية اللقاء معنا المدير الفن المحترم كابتن احمد كوشري يا كابتن كوشري مسائل فل والله وهارد لك يعني. يعني مباراة اكيد كبيرة ناردا بتلعب قدام البرامدز. الله يخليك يا ابراهيم ربنا خليك انا طبعا يعني اه شاكل بيك يعني المداخلة. وآآ. طبعا. تمانا يعني اه انا زعلت من المباراة النهاردة لاني ما نخسرش والله هي ما نخسر. لان واحد او ثمانين دقيقة احنا عاملين جيم تكتيكي عالي جدا انت لو شفت المباراة. مفيش اي فرصة. شفت منها شفت منها شفت منها اكيد. اه يعني مفيش فرصة علينا خاطرة واحد ثمانين دقيقة. قبل ما يجي فينا الجون احنا لنا تلات فرص انفراضات ودي ضرب الجزاء اه قدامك اه يعني الكابتن ساميرو عثمان هو اللي اه لهو انا لسنا شايفها حالا. اه اه من خلال. ما كنتش تعرف ان هي ضرب الجزاء اه? لا في الملعب شايفها. شايفها انت في الملعب. اه بس لما الحاكم قال ان هي مش ضرب الجزاء كده. اه. لكن اللعيب ايده بره رجب بكر ايده بره جسمه خالص. اه. وده هدف اكيد مؤكد. والعيب متعمد. اه. يعني اه معلش دي كانت فرقت معي كان واحد صفر لي. اه. يعني كانت النتيجة تبقى اتنين صفر. كانت اتنين ما انا مستغرب برضو يعني عايز اقولك حاجة يعني احنا واحدة وتمانين ديها عاملين جيم عالي جدا. الحمد لله اللعيبة بتاعتي عامل جيم كويس. اوي اوي. غيرت تغييرات النهاردة. هجومية رغم ان انا كان عندي لعيبة زي فادي سريد. اه. كان موجود في الملعب ورجع من اصابة كان لازم اغيره عشان ما يتعورش لانه راجع من اصابة عضلية. اه. مرهين جلال اشتاكى عامل مجهود عالي. فغيرت اللعيبة دي دفعت اذنين بمصطفى البادري وكريم الطيب وطبعا الاثنين يعني من حديث البطرة الاخيرة. الممارات الاخيرة. وممارات الاهلي والممارات وهدفين. فانا حطيت لعيبة مهاجمين. اه. عملنا جيم كويس جدا. نوصلنا لكون. تلات فرص لو عندك اخر. اخر عشر بقية. احنا تلات فرص انفراضات. واحدة طاعت من محمد رز. واحدة من كريم الطيب. واحدة من مصطفى البادري. زائد ضربة الجزائر اللي ظهرت من خلال برنامجك هنا واكد عليها كابتن دامير عثمان. فمن حق ان انا داين. مم. من حق ان ازعل. لما كن بلعت برامد اللي بيكسب الان برامد الفريق اللي اغنى فريق تاريخ طماصر. مم. لأ وقدم المباراة دي وبالشكل ده. لأ ازعل لما تخطف في اخر المصر. مم. اه فعلا اخطاء لكن انا لو كانت حسب ضربة الجزائر دي كنتكتبت المباراة. مم. هل هتقدم التماس هل هتقدم التماس يا كابتن? اه مجلس الادارة يعني اه اكيب لان احنا قبل كده حصل موقف وما بتتكلمش احنا الناس بتوع عصوان الناس احترمة جدا وبنحب ان الامور تمشي بس. لا وما يجراش حاجة ما اه اللي بيتنافى مع الاحترام وان انا اقدم التماس انا لسه كان معاه دلوقتي الاساس وليد العطار قالك اه اي نادي بيشتكي من اي حاجة يقدم التماسات عندنا اه دايما بنسمع ودايما بنشوف ما انت انت برضو الكرة اللي حاجة بتتكلم فيها دي اعتقد اولا وكان رجع فيها للفار اه كان اه ما انا وعافش برضو ازا كان الفار ممكن يكون سنده في القرار يا الله اعلم ممكن يكون كلمه في في السماعات احنا برضو في حاجات ما بنعرفهاش يعني. ايه يعني كابتن ابراهيم انت شايفة ايه والكابتن ساميرا العصماري. الله بص انا حاولك على حاجة بالسنس كده. اه بالسنس كده يا ضرب الجزاء صراحة. بالسنس. انا شايفة في الملعب حتى انت لو جدت الصورة علي انا كنت مفاعل جدا بقول له والله يا العزيز ضرب الجزاء. الكرة راحة في اتجاه الكون. ايه بحط ايد قوة. او انا عشان اخدت ضرب الجزاء اكيدة الاولانية ما اخدش التانية الاكيدة. انا اه الناس برضو انا مطلعش اتكلم عالتحكيم. مقدرش اتكلم عشان ما هيقولهش انت بتكلم ويوقفه. لكن انت النهاردة اهو اهو الراجل الكابتن ساميرا عثماني يعني ما انا اروح ايه ولاجه ايه في الكابتن ساميرا عثماني. ايهو بيأكد ان هي ضرب الجزاء. طب ايدي حقي. ويخرج الحكم يبقى مدايق ان احنا واصلهم ومفعلين على الخط. طب انا مجهودي بتاعي بطول الموسم. انت بتضيعولي. صحيح. الفرقة لو قدر الله نزلت مش هيقوله اه الحكم الفلان نزل الفرقة هيقوله المدرب بتاع نزل الفرقة. انا بقى من حق ان انا بقى واقف على الخط. عايز حقي فقط لغير. صحيح. طيب اه 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 فرصة هو دلوقت يا دينا على الهواء اتمنى ان انتو تقدموا التماس علشان خطر على الاقل. بتحفظوا حقوقكم فيما هو اه قدم يبقى عندكم اه رؤية برضو والناس بتتقبل ده الى حد كبير لانه في النهاية دي اخطاء والاخطاء وارد ان يتم اه علاجها. بشكرك شكرا جزيلا لك اتنمكشري وبحقيق حقيق على المباراة وبحقيق على الاداة الفني. وما تخليش حاجة يعني تا تدايقك او تزعالك لان انت مش بشكل كويس جدا جدا مع فرقة محترمة. على جانب اخر انا معي على تليفون دكتور محمد اسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك يا دكتور محمد اهلا وسهلا بحضرتك ومسائل فل. مسائل فل يا فندم اخبار حضرتك يا فندم طمن عليك وعلى صحتك وعلى احوالك. الحمد لله والله كله. يا رب دايما فافضل صحة وحال. طيب اه بسأل حضرتك اه ما هو رأيك اه في اه قصة تغيير البروتوكول الى الربط تيست حسبما علمت انه اه هناك خطاب ارسل من نادي الزمالك بيرفض فيه اه العمل با الربط تيست وان يكون العمل وفقا البروتوكول الطبي القديم المتبع اللي هو البي سي ار حاك اولي صحة الامر من من عدمه وفهمنا وجهة النظر الطبية مش ازاي في ازيل جزئية. اوكي اه بس سؤال حضرتك لي اه اه جزئين. اتفضل. الجزئ الاول بالنسبة اللي يخص النادي ومسر مصدر مستر امير والجواب اللي احنا بعتناه. اه طبعا كالعيدة هم سألوني عن رأي بعد مجالنا الجواب بتاع ان احنا هنبدل البي سي ار. ام. للا رابد تيست فهو سألوني عن رأي فان اقولت لهم رأي اللي انا هوضحه في طول التاني. ام. وليه احنا بنقول لأ. ام. ان احنا اتفق احنا ما قلنا رجعنا واحدتك فاكر انا كنت بخلط مع حضرتك. فقلت احنا لينا تحفظات كتير. وموضوع صعب مش تحفظات. هو احنا عايزين في الاخر الامان لينا كلنا. ام. ففيه شوية حاجات صعبة. ام. ووافقنا ان احنا يجعب لنا على الحاجات الصعبة دي ان احنا نحاول نحلها ونمشي واحدة واحدة. ام. ومظروف الغير عادية. ام. انا عادها بقى او محدد جدا في حتة الكرونا بعيدة عن الاصابات والكلام ده. الاصابات العضلية يعني. ام. في حاجات صعبة جدا منها كان موضوع البي سي ار او المسحة دي. ان احنا هنعملها عشان خاطر نتطمن. مش هنتطمن بنسبة عالية بس يعني اللي هو اقل حاجة من الاتمئنان. تمام? علشان خاطر نقدر ان احنا نجو ان ونكمل الدنيا المضغوطة دي انا زي ما قلت لحيطك. احنا عندنا نسبة على نسبة تعرض عالية. ام. كل يومين. يعني انا كنت بلعب الخميس. وهلعب بكرة. يعني انا بتجمع. يعني بكش معافرة. يعني بتتعرض. بخرج في في ميديا واسع جدا. فممكن تحصل اي مشاكل من اي اتجاه. فبنحاول ان احنا يعني على الاقل نبقى احنا نطمنين ونطمن اللعيب وانا نبقى ماشيين في اتجاه. اه سليم. فده الشق الاولاني. الشق التاني اللي هو سؤال حضرتك فيما يخص يعني البي سي ار وال والهاصل ده. انا احاول طبعا انها كلها مصطلحات علمية فنحاول اخليها بالعرب عشان الناس تفهمني. او 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 النبي يا دكتور محمد. او ايو او النبي. اه. حاضر ده او. انا خلاف او اتنا في اه. لا والله حاضر حاضر. انا احاول لقولها بطريقة بسيطة. هي اه سيمبلي الاجراءات التشخصية المتفقد عليها انا مكلاب هيكش العالم كله. ام. بالنسبة للكرونا. هم حاجتين. حاجة بتحدد وجود الفيروس. ام. او بتحدد وجود البروتين او الفيروس اللي موجود في الدم. او حاجة بتسمعها بتحدد الاكسامة المضادة للجسم نكونها للفيروس. تمام. تمام? اللي بيحدد وجود الفيروس في الدم هو حاجة اسمها البي سي ار او اللي احنا عائفين ما اسمه. المسح. ام. تمام? المسحة دي اصلا نسبة دقتها يعني من تسعين لخمسة وتسعين في المية ان هي تقول لحضرتك ان الشخص ده مصاب ولا لأ. تمام. بمعنى. ان فيه برضو غلط انا شفته كتيره وما يعني لما انا حصل لي في نادي الزمالك حالات ايجابية وتلاعلي في اول ما ابتدين خالص. مه. الحالات دي جالي اول مسحة ان هي ايجابية. مه. الحال دي كان لازم تتعايز ما ينفعش اعدها المسحة تاني ودي كتغلطت تحت انا بشوفها بس هي في الاخر لا تخصني. مه. ان لانا ما ينفعش اقول انا عيد المسحة تاني يوم. مه. يمكن تطلع سلبية فيبقى المسحة اولانية غلط. مه. لانا حيتك عايف احنا دايما متعودين مسلا نعمل تحليل يطلع فيه حاجة وحشة. طب انا عيده في معامل تاني ممكن يطلع ده كويس. ماشي. اه. ده لا يتفق عليه في المسحة. المسحة. ليه? لان هي لو طلعت ايجابي. النهار ده وبكرة طلعت سلبي انا بسدق الايجابي. هي ايجابي. مه. لان نسبة انها هتبقى والجلة جدا. مه. هي غالبا بتبقى ايجابة. مه. فانا لازم اصدق ايجابة. فدي اول حاجة. مه. تاني حاجة موضوع الاكسام المضادة. اللي هو الرابيد تست. مه. تمام? الرابيد تست ده وانا هيكلم حاضرتك بورقة او بتواريخ ان منظمة الصحة العالمية. يوم تمانية ابريل عشرين وشرين. مه. والف دي ايه اللي هي منظمة الامرياضية والدوائي الامريكية. عشان ما ما قولش تفاصيل كتير لخبة الناس. آآ آآ في جولاي ستتاشر جولاي اللي هو اللي احنا فيه ده. مم. سعيد يعني. طلعوا اخر تحديث ديهم وتوصياتهم. ان انا ما اقدرش استخدم او تحليل الاكسام المضادة. ان انا اقدر تتبع به وجود اصابات بحالات كورونا. مم. ولكن ممكن استخدمه في التغرب العلمية بعد كده ان شاء الله. عشان فاطر نقول احنا احنا فين وحالات قد ايه. يعني كل السبعية خالص عن 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 الحياة الوقائية يجي حاجات تغارب. تماما. فانا ما اقدرش ان انا النهاردة اطبقها. بشكل الزيمي. واقول ان انا هقدر ده اقول ده عنده آآ كورونا ولا لا. مم. كويس? مم. لان انا اولا آآ الفيروس او الفيروس بقليه فترة مناعة. المتفق عليها هي او خمس ايام تقريبا. تبتش يزهر الاعراض. من بعد فترة الحضانة. من ثلاث لخمس ايام تانيين. كم. عشان اقول ان النهاردة انا هيطلع عندي اجسام مضادة تتكون. هي تتكون غالبا بعد ظهور الاعراض. فبالتالي حوالي تقول انا هتظهر عندي اجسام مضادة بعد حوالي عشرة ايام من الاصابة اصلا بالفيروس. دايما. انا ما قد يبقى عندي عشرة ايام انا عندي عندي مشكلة. مم. تمام? دي نقطة. تاني حاجة يعني ايه كلمة اجسام مضادة? ان انا جالي الفيروس اصلا ده. مم. وجسم يكون ضده اجسام مضادة فبالتالي اهدور عليها. مم. دي نوعين من الاجسام المضادة. نوع بيتكون مع اصابة حديثة ونوع بيتكون مع اصابة الديمة. الاصابة الحديثة انا شرحتها وقلت حاجة ده ما ينفعش لي. مم. لان هو اصلا مش هيطلع دلوقتي. مم. وحاجة تانية برضو بالنسبة لاصابة الحديثة ممكن حضرتك اي واحد يبقى عنده ضرور انفلوانزا. مم. اه مناعته ضعيفة. بياخد ادوية. مم. عنده اي مشاكل. دي ممكن جدا تأثر على ظهور الاكسام المضادة. والتيست ده مش سبيسيك هو مش مخصص بالتاني ممكن يديني اه. ديك مؤشر غير المؤشر اللي انت عايزه في حتة تانية. اه. اه بالضبط. عشان اعمل بقى ليه الاكسام المضادة عشان تظهر نتيجة اصابة قديمة. يبقى انا الكلام ده بعمله بعد تمانية وعشرين او تسعة وعشرين يوم. عشان يبتدي جسمي اصلا يكون اكسام مضادة. اه. طب بالتالي كل وانا بقول له حضرتك بالتواريخ اللي ده بيتش او لها ملظمة صحر واضح ان انت مش متخصص وبس انت متخصص ومطلع على اخر التفاصيل اللي ليه علاقة سواء بالتحاليل او بالفيروس نفسه او مستجدات الامور دي. اه شون ده شوري طبعا طبعا. اه. مع الجزئية اللي حاج بتقولها دي انا شايف انه لان انا لما كنت بكلم مع الناس دولات في اتحاد الكرة والاستاذ وليد العطار قال هذا هو شق طبي اه اللي طلبت ان احنا نعمله هي وزارة الصحة. ازن الحديث هنا مع اه الاتحاد المصري للكرة القدم لازم يبقى موجه الى وزارة الصحة لانه حضرتكم كده كترة لازم تتكلموا مع وزارة الصحة في هذه الجزئية لانه كلام المتخصصين غير لما تتكلموا مع العامة اللي زينا يعني احنا احنا عامة ما 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 نفهمش في التخصصات او في في الحاجات احاج بتقولها دي. وبالتالي قد تصلوا الى آآ نتيجة مفادها انه لا جماعة الرب التست ده مش حينفع نشتغل عليه. احنا نفضل شغالين تاني على البي سي آر علشان يبقى الحوار مسمر في النهاية يعني مش حوار. له علاقة بانه آآ ناس متخصصين افاضل زي حضرتك كده بتكلموا مع آآ معانا احنا واحنا مش فاهمين اللي حاجة بتقوله انا هيجع على حضرتك والله حضرتك ان احنا لو تفتكر هريك في اول خاص قبل نقول الدقيق هريجع او مش هريجع او هنلعب فورة. انا طلبت ده ان احنا كلنا نعض وكلنا نتكلم. وكل واحد من الدكات زي ما حاجة بتقولت الاندية كلهم 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 ناس كده. كان هيقول اكيد حاجة مفيدة ومعلومة نقدر كلهم نشترع عليها. لكن احنا ده ما قاعدناش انا محدش سألني عن رأيي انا اللي بيسألني عن رأيي هو مجلس ضاعة النادي. شخص مطلع مستقيمي بيسألوني عن رأييي فانا بقول رأيي. لكن انا محدش احنا بيبعث لنا جواب احنا هنعمل ده. فاحنا بتكاد زي ما حالتك بتقول بعثنا جواب. بلغنا فيه احنا ما بلغنا فيه. ليه رماعة ده هيتعمل? طب ممكن توافونا بالجواب بتاع وزارة الصحة اللي بيقول ان الجائحة لان هم بيقولوا ان الجائحة قلت. يعني الجواب المباطلين ان الحمد لله وطبعا ان احنا نتمنى ده ويا رب الجائحة تقل وده بالدنيا كويسة. وكلنا نتمنى ده. ان احنا الجائحة تقل وان احنا نوقف البروتوكول ده ونتين استخدم حاجة ثانية هي. يعني حتى ما قلت المستميه قلت له انا بلغته انا بقول له حريتك انا مش هقدر انا دايما بنيو بنلاعيب مسبقية. انا مش هكبره يعمل حاجة انا مش هستفد منها. احنا عملناه اول مرة لان احنا كنا لسه موصلناش بس انا بلغت المستميه ان بعد كده انا مش هكبر يعني انا الا لو ده قارئ ضاية اتنى دي خلاص كلنا ملزمين به. لانه فعلا انه الجزئية دي اه الاستاذ وليدة عطارت دلوقتي لسه بيقول ان ان انتو عملتوا رابط تست قريدي. احنا احنا عملناه كلامة احنا جلنا الجواب واحنا عندنا ماتش احنا ملتزمين بكل الاجراءات. طبعا. احنا عملناه اول ما يعملهم باع. لان احنا زي ما قول حاك احنا مش بصادة ان احنا لا مش هنعمل. الموضوع مش خناقة. الموضوع احنا احنا كملنا اجراءاتنا. حتى كان حصل المفروض الاستاذ وليدة عطار كان اقل ان احنا المفروض لو حد انا همشي على 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 ده. ربما انا مش مقتنع بيه بس احنا عندنا ماتش واحنا ملتزمين باي حاجة. لحد اما المجلس الاضاعي يقول لي لا اعمل كزا. ان احنا لما تلع تلع في بعض المباح في في الانتي بودز او الاكسام المضادة اللي هو غير دقيق. تلع عندنا في ناس ايجابية. فعلا. بالضبط. فيه لعيب اطلع اجابي في الزمالك? فيه فيه تلع ناس ايجابي. كم واحد? الناس الاجابي دي اه تلع ثلاثة. الناس الاجابية. اه. احنا دي. مفروض ان طبيعي زي ما انا اعمل لها بسيار. اه. حضرتك انا عامل المسحة النهاردة. اه. النهاردة انا اللي عاملها النادي. اه. اه. على حساب النادي مش ما عملنا. لان المطول كانت تعمل مبارح. اي. احنا دخلنا ومستعدين للمسحة ما عملناش مسحة بصنا. اه. ففيه حاجة زي ما اضحك انا والله مش بهاجم وانا انا كل الناس دكت محمد سلطان وكل الناس بقى دماغي. بس فيه حاجة مش بتحصل. انا في حاجة مش فهمها. طب انا مفروض كنت اعمل المسحة مبارح. طب انا معملتهاش لي. اه. على الجديد. على الجديد. تعمل على الجديد حاجة كنت مفروض تعمل مسحة على التلاتة اللي طلعوا ايجابي. انا 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 عملتهاش. انا عملتها نهاردة على حسابي. عملتها النهاردة على حسابي. طب نتجاتها طلعت ايه? لسه منتجاتها طلعتش. هتطلع بكرة. ما انت طلعتش هتطلع بكرة. دول لعيبة؟ انا مش مقتنع فانا عملت ان انا مش مقتنع به عشان احنا ماشيين احنا باحترم el system الورق الي جاي احنا رضينا بنفس الورق ان احنا عايزين جواب وزارة الصحة اللي بيقول ان الجائحة اقلت عشان نبقى كل حاجة clear ان احنا يمشي system وبنظام. كيش اي مشكلة خالص. اه في الاخر العلم هو اللي بيحكم. بس. طب اسأل حضرتك بقى. ايه اتفضل. 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 هو اكيرت. طب انا ليه ما عملتوهش من الاول? ليه ما ابتدتش بيه? ليه بتدب بمسحة? مم. لو هو دقيق يعني? لو هو دقيق ما ابتدتش ليه بيه من الاول? اه. اه. لو هو دقيق اه. انا ليه ما ابتدتش ليه ما ابتدتش بيه من الاول? مم. ليه لغاية النهاردة انا بكلم حضرتك في المستشفيات. اه. كل مستشفيات العزل والحميات. واي حد بيستعب الحالات او. او. بيشتغل على البي سي او. الكلام ده انا متأكد منه لان انا كل ده كاتر زمي. انا انا رجعتهم كلهم. محدش بيستخدم. كلهم بيستخدم بي سي او. بقى التالي في حاجة في حاجة مش مضبوطة. احنا رجعنا الدوري ببروتوكول. تمام? وانا كنتش مخصنع بيولتر حالك. بس احنا لازم احنا احنا في الاخر احنا ماشي انا ما عنديش اي مشكلة في حاجة. وبين دلوقتي احنا غيرناه. تمام حتى اه المستشفى المرتضى اه قال لي ان احنا هنعمل او احنا ما عدوش منها ان احنا هنعمل حتى احنا نكمل المسحات. احنا بس احنا نكملها وعشان احنا نتطمن. يعني عندي مشكلة تانية وانا قلتها المستشفى المرتضى. طبنا انا هلاقي فرق تانية اه هم مش عاملين. وانا حقيق عايف انا داخل على افريقيا. اه. فانا لو عدت كده لحد افريقيا وهفاجأ الالتحاد الافريقيا هيجي يعمل لي كشف. لقدر الله يطلع عندي حالات اه. استخبئة. احنا بالزبط انا عملت ايه. طب مسأل حضرتك سؤال. اه. طب. حالات السن الصغير. اه. اللي هو الميونتي بتاعتنا بتبقى كويسة. اه. وبالتالي ما بيزهرش اعراب. والحمد لله وده قرر من ربنا. بس هي هي ايجابية. فلو ايجابي هيتعزل. طيب ما هو عملت ايه مع التلت حالات دول اه اعزلتوهم ولا عملت معهم ايه? التلت حالات اللي ظهروا عندك. لا بصراحة ما عزلتش لان انا زي ما قلت حيك انا شاكك. قناعاتي الشخصية مش مكتاع. مش مكتاع. لانه هو مسلا منهم ناس عندهم برد. زي ما قلت الحالات اك بقى انهم بقية برد عادي. انا اقدر كدكتورة افرق ما بين برد وما بين كورونا وما بين غيره. انا بالتالي انا عملت الاجراءات السليمة. اللي هي اه. البي سي ار. البي سي ار عشان. علشان خاطر انا اطمن. وعشان خاطر انا ماشي بكرة ورقي سليم. ممكن بكرة اقولي انت ما عملتش. رغم ان انا مفوت كنت اعمله على البرتوكول ده. اعمله مبارح. صحيح. انا اصلا ما يعني ما عملتوش مبارح. طيب ازا طلعت ازا طلعت العينات ديت اه سلبيا ان شاء الله بإذن الله اتمنى ان شاء الله بإذن الله تطلع تطلع سلبيا. هتشارك هتشارك اللعيبة دي هتا هتقولهم يشاركو ولا لا. اطبعا. 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 طبعا. هكذا سؤال بقى برا الجزئية ديت. هو المفروض طبيا. طبيا دكتور محمد. اللعيب ازا تحولت عينته من سلبية من ايجابية لسلبية. يعني انا مثلا هو شغال اه حللت له طلع ايجابي قاعد اسبوع قاعد عشر تيام بحلله كل اسبوع. لحد ما حللت له في مرة من المرات طلعت العينة بتاعته اه سلبية فتحول من ايجابي الى سلبي. ينزل يلعب امتى كورا. يعني ينزل يشارك في التدريبات امتى بعد قد ايه. ده سؤال مهم جدا. وانا والله ازا ميدي الفاندات تانية لما اتكلم ده ما اكلموني. وقالولي انا فبقت ايه على العائبتي اللي كانوا مصابين. وحضرتك انا العينة ايجابية. لا يصح ابدا ان انا عيدها تاني. قبل عشرة ايام في اي معمل عشان لو طلعت سلبية انا عاد سدها. وليه ايجابي زي ما اتفقنا. بعد عشرة ايام بالنسبة لعائبت الكورا. الناس اللي هم المحترفين. بنعيد التحليل طلع سلبي. بعمل فحوصات عامة وشاملة. تمام? على السدر اشاء على السدر وتأكد الرئة تمام. والقلب. بالنسبة الراضيين. اه. طلع التحليل الPCR بعد عشرة ايام سلبي. بعيده تاني بعد تمانية اواربعين يوم. بعد تمانية اواربعين ساعة. يعني اه تمانية اواربعين ساعة يعني يومين. طلع سلبي. مم. وكل تحليل اللاعيب كويسة. وكل اجراءاتي تمام. انا ببتدي رجع اللاعيب في خلال من ثلاث خمس ايام. تمرين خفيف. حسب كل اللاعيب وحسب البحثات البدنية بتاعته. مم. لغاية لما يرجع للحمل الكامل ويرجع مع الفئة. وده اللي طبقته مع كل اللاعيب عندي. اصيب بكورونا. مم. والبروتوكول ده. زي بيوحك ده مش بتاعي. ده اللي نشرت في كل حتة حيك زي ما قلت. حيك العلم وهو في الاخر. مقالات وآآ. سراعيني فيه لعيب في النادي المصري في المباراة اللي فاتت. واقع منه محمد عادل آآ ميسي. واقع منه مشارك تامن دقايق بالزبط في المباراة. وحاجات له حالة آآ اعياء. فلما سألت كابتن طريل عشري قال لي ده كان متحول من ايجابي لسلبي. وقابليها بيوم ما نزل تدريب يوم ومعايا في المطش النهاردة. كل بص ما احترامي طبعا لكل الناس. فتوقعت انه ممكن يبقى الحتة دي محتاجة تركيز اكتر. انا 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 قلتها لحضرتك كل المقالات عاماية. كل الاثماشر. واحنا ماشيين دايما بنرجع للمقالة من الناس. بيطلعوا المقالات عاماية دي بنائنا على تجارب. هم عملوا كل الحاجات البرتوكولات. ده البرتوكول المتبع للاي لعيد في العالم. جاله كورونا. او جاله كوبيد. ده البرتوكول المتبع. يبقى البرتوكول انه هو اول لما بيتصابه. تطلع العينة بتاعته ايجابية. نعود عشر تيام. نعمل له العينة. آآ نسحب منه عينة. طلعت البي سي ار بتاعته. انه هي آآ سلبية من ثلاثة لخمس تيام. تدريبات خفيفة. بعد ما نكون عملت له فحوصات طبال اللي هي علاقة بالاطمقنان على الرئة والقلب والامور اللي زي آآ كده. بعدين بعد الخمس تيام آآ هو تمام يبدأ يشارك في المباراة. ده انا بنتكلم في بتاعة حوالي خمستاشر يوم علشان يحط رجله تاني آآ في مباراة من المباراة. مصبوط كده? مش اقل من كده. مش اقل من كده. اي. وانا بقول الله حريطك لو اي لعيب عندي. لقدر الله عبني يعفيني كل ما حصل كده. انا مش مستحيل ينزل قبل شكرا جزيلا. انت الشخصية محترمة جدا جدا. عايز اقول لك ان انا المداخلة دي انا يعني بافهم منها كتير. يعني فهمنا حياة امور اه مش مش بس مش مش مداخلة. باخد منها اه معلومة لها علاقة بالزمالك. انما انا بافهم كمان الدنيا تبقى ماشية ازاي اه على كل اصعادة. رجل اه محترم. اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد. دكتور محمد اه اسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك انا اه. طيب اه فصل سريع جدا جدا لان عندي اسكايب. اه. 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 فصل صريح? فصل صريح. اه. فصل صريح ولا فصل سريع? واشوف انت عايزين ايه? ها? اخر كلام. اوكي. روح لفاصل وبعد الفاصل لسه بمجدين مع حضراتكم عندنا احوال مهم جدا جدا. بصوا بها القصة بتاعت ميسي وبرشلونة وبتاع. احنا المرة دي هنطلع. طلع جامدة جدا جدا. نعرف اخر حاجة ليه علاقة بميسي. اه. شغل اه على ما بيضة. يلا بيضة. اه. جدا ترحيب بحضراتكم في الجزء التاني ومشرفنا امناورنا في الجزء التاني نجمنا نجوم التحليل اللي دايما بيسعدونا ويبسطونا سواء بالرؤى الفنية في التحليل للكرة الاوروبية او حتى كمان للكرة المحلية. جانب كده محلي اه برضو في شغل اه جامل جدا. خلونا انا رحب بالاسادزة والنجوم اللي مش هرفيننا استاذ احمد عزة وسهل بك يا فنم. سأل فل. اخبار معليك يا فنم. والله الجو منعش وجميل. كل ما تفتح الانترنت. تلاقي خبر لميسي. ده ميسي مش جاي بوكرة التمرينة. ده ميسي مش فحل. ربنا يكتر من اه. بالطلوب العرض خلاص. بالطلوب العرض يا عبما الله يوسع عليكم. انا كان كل امنيتي في الحياة دوريين وربعض. يعني ده كل نفسي فيه. فربنا يكريم ان شاء الله. طلوب العرض. بنقول يا رب. الساز عمر عبدالله منور الدنيا واساز عمر. اخبار معليك ايه? لك وحش. الحمد الله. عبدالله خليقين توحشنا جدا والله. بس والله لسه ما تغيرتش لسه برضو النظارة مغير عدسات. زي ما انا. بنغير ازيزة. اه. اه. انا حسن انتو اتنين فاكة اوي. اه. نشوف مين الوحيد اللي بيكلمني في الموضوع. يعني مش عارف اقول ايه. بس انا عامل واحد بديت لفرة دي. اه ده حقيقي. فرت النظارة مغير عدسات. نفسي والله هعمل هالموضوع ده. نشوف. نعمل عملية بقى. نشوف. عشان نشوف والله نفسي. استجماتيزم اه. اه. عشان الواحد بس عين وما اقفت المتشاط. ابشح حاجة. ابشح حاجة في الموضوع بس. انا. اصحح حاجة. والله هتشوف كويس. والموضوع الاستجماتيزم ده. بيجي بخلي الواحد انا اكتأمتح حاجة. واحنا والتحول في كل الاتجاهات. ميسي في الفترة اللي جدت فيها اتعاقضه. وميسي الان وهو ده هيكون محور اه حادثنا. ومن بعد الحديث عن اه ميسي. هنتكلم بقى النهاردة في اه كاس الدرع الخيرية وفوز اه ارسنان. الدنيا تمام. وزال فوله طول ما ميسي مش موجود. اه انت عارف الفكرة بالنسبة لي الرئيسية يا ريتهم يشغلوا الصور على طول تحت ميسي عشان. يلا. الناس كلها بتتكلم في القضية. انا حابب ان احنا النهاردة برضو نبقى بندي للناس اه جزء من المعلومات. يعني الرأي معاه معلومات. فانت بتتكلم في ان المشكلة الرئيسية اللي عند برشلونة مش بس خروج ميسي ومش بس طريقة خروج ميسي. المشكلة الرئيسية هو شكل الفريق ما بعد ميسي. الفريق غير جاهز لمرحلة خروج ليونال ميسي. انت لو بسيت على التشكيل بتاع برشلونة بدون ليونال ميسي وبدون لويس وارز هتحس ان لا ده فيه احنا داخلين على اه موسم صعب جدا. مم. وبالتالي هي دي النقطة الرئيسية اللي مخليها برطوميو بالنسباله اللي هو لأ انا عندي استعداد اعمل اي حاجة بس ارجوك غير الجملة بتاعت انا ماشي دي. مم. وللأسف طبعا كل اللي قدمه برطوميو ومسرته العظيمة من انجازات جمدة جدا في رئاسة نادي برشلونة قدت الى ان ميسي بالنسباله قصة انتهت. انا مش هقدر اعود في المكان اكتر من جدا. تعال لنشوف الصور. اه عمر رأيك ايف موضوع ميسي? انا شايف اه يعني موضوع ميسي اه مش وليد اللحظة. ميسي من فترة طويلة بيفكر ان هو يمشي. وميسي مش على وفاق اطلاقا مع اه برطوميو. وميسي تعويضه مش صعب. تعويضه مستحيل. يعني في بعض الاراء طلعت وظهرت ان برشلونة هيتحرر والفريق كله بيتمحور حوالين ميسي. وان لما ميسي يمشي موضوع ممكن يبقى احسن والكلام ده كله. جميل الكلام ده لما بيتقال اه ما ماشي. بس مش على حد بقيمة وقدر ميسي. اه اه. يعني ممكن تقوله على اللعيبة العادية بقى اللي ما اقاش على حد بتاع. بالضبط. مسلا السويب من غير ابراهيموفيتش كان فيه كلام في كاس العالم الفين وطمانتاشر ان هو هيرجع بتاع مدرب السويب طلع قال اللعيبة اه اللعيبة كويسة وانا وصلت بالمجموعة دي ولعيت وفعلا الفريق قدم اداء جيد جدا. صحيح من غير. لعيب كبير لكن مش مش ليونل ميسي. مم. فميسي خروجه هو انهيار لبرشلونا. انا بشوف الموضوع من زاوية قد تكون فانتازية. مم. وان بارتوميو عايز يمشي ميسي. بارتوميو عنده مشاكل مالية توديه سجن. مم. لو استقال النهاردة القانون في اسبانيا غير 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 اوروبا كلها. مم. الهندية مملوكة الجمعيات عمومية. فالجمعيات العمومية بتحاسف زي مصر هنا كان. مم. فالنادي عليه ديون كتير جدا. لو مشي هيبقى مطالب انه يسددها من جيبه هو مجلسه. مم. ودي كرسة كبيرة جدا. فهو عايز. في تقارير صحفية بتقول كمان. اه اه في معلوق. كل في ناس في القصة كلها هو ليه مش عايز يستقيل. مم. هو بارتوميو ممكن يحل القصة النهاردة. وحتى لو ميسي عازم امره ان يمشي على اللي يحرجه. مم. انا اصتقلت وانت برضو مشيت. لكن هو مصمم على عدم الاستقالة. كل اللي هو عمله ايه? انتخابات مبكرة. ما بعد بعد بعد. بدل من شهر ستة شهر تلاتة. بالزرس. السومانية اللي هو عملها بدل خسارها برشلونة. مم. بعد التمانية قال خلص انتخابات مبكرة من شهر ستة لشهر تلاتة. مم. عشان يقدر يوفق الاوضاع. خروج ميسي هيوفر له في الميزانية ماليا. مم. هو اللي ممكن يخليه اصلا يعني يعني يوفق اوضاعه. فبالتالي كان خروج سوارت صاحب المرتب الكبير. خروج راكيتش صاحب المرتب الكبير. وميسي لو عايز تخرج اخرج. لانك يا هاد ده خلي فلوس. يا هو اوفر الراتب بتاعك. انا اخيرا عشان ما طولش في الجزء ده. عايز تكلم في نقطة مهمة جدا ان هو اللي بيقال ان هو عايز ينقذ مسيرته مع برشلونة. وان هو لو يا ميسي عايز تقعد اقعد. لا هو كده كده مسيرة برشلونة كارثية والتمانية خلصت عليها. فانا اخرج وانا بدل ما تسجد. اخرج كده كده بازت ابيع ميسي وخلاص والكارثة حصلت. بس ما تسجنش. طب ايه رايكو نعمل حوار دلوقتي عبر آآ سكايب. وآآ نفهم القصة بتاعة ميسي دي راحها فين? آآ تحديدا من الارجنتين واحدة من اهم الصحفيات آآ في الارجنتين واللي بتتعامل في القضية بتاعة ميسي دي عن قرب وآآآ لديها المزيد من العلاقات والاخبار آآ باتكلب على آآ فيرونيكا آآ فيرونيكا اهلا وسهلا بيكي بنرحب بيكي. وآآ سعداء بوجودك معانا آآ عبر شاشة اون تايم سبوتس تو برنامج جمهور الثالثة. اهلا وسهلا بيكي. تروني عن اكون موجودة انا معكم اليوم. باعتذلك عن التأخير آآ لكن سعداء ان انت موجودة معانا دلوقتي. وآآ خليني اسألك مباشرة وانا اعلم ان مدى آآ قربك آآ في الاخبار المتعلقة آآ بي لونيل ميسي. واسألك ما هي آخر الاخبار المتعلقة بآآ ميسي. هل هو بالفعل غادر آآ بارشلونا. وما هي وجهته المقبلة. ميسي لا زال حتى الان لم يترك بارشلونا. ولكن نعم غدا سوف ميسي هو الان هو لعب حر ليس متعلق بأي فريق حتى الان من حقه ان يفعل اي شيء. آآ بسألك على آآ الصدى في آآ كتالونيا وتحديدا رئيس النادي برتميو. هل من الوارد ان يتقدم باستقالاتي في الوقت المقبل. املا في بقاء ميسي في بارشلونا. املا. حقيقة ان رئيس النادي برتميو هو هو المسؤول الوحيد ويعرف ان ميسي حر ويتفاوض مع من يريد لانه حر لان ميسي لديه الحق. وليس هو من يقول ولكن المحاميين هم يقولون ان العقد الحالي لان ميسي ليس لديه اي شرط جزائي طول هذه الفترة. التي سوف تنتهي في عشرين واحد وعشرين انه يتحرك بكل حرية دون ادنى شروط ودون دفع اي شروط. واكد مرة اخرى ان ميسي هو لعب حر وليس لديه اي شروط جزائية ليدفعها. وبالتالي هو الان من حقه ان ينضم الى اي نادي من الاندية وان كان هناك بعض الممثلين القانونيين لنادي بارشلونا يؤكدوا ان لبرشلونا الحق في عقد ميسي حتى الان بسبب اه التعاقد اللي فيه شرط جزائي يصل الى سبعمية مليون اه يورو. نعم في الحقيقة هناك اه مغامرتان من الجانب الاول ان النادي يقول ان ليونيل ميسي لم يخبر بالوقت الكافي اه خروجه من الفريق. هذه هي المغامرة التي يقولها النادي ويقول انه ارسل واخذ قرارا مفاجئا ولكن محاميين ميسي يؤكدون ويقولون ان ميسي تبقى لعقده هو حر ومن حقه ان يلحل او يبقى في اي وقت دون دفع اي شرط جزائي في اي وقت كما كما يؤكد وكما يقول العقد الذي وقعه ليونيل ميسي وفي اخر جولة لميسي في العقد الذي يوقعه مع برشلونة وهي الموقع في ساق عام الفين وعشرين والفين وعشرين اه هي صالحة بالنسبة لميسي لانه بدون اي شرط جزائي وفي افتداء من يوم الاثنان للقادم سوف يكون المحامين ان يتحدثون حول هذا وهي التي يؤكدونها ان ميسي اذا رحل سوف يرحل بكل حرية وبطريقة صديقية وبطريقة ودية ليست دون اي مشاكل ولكن المؤكد الان ان ميسي ليس لديه اي شرط جزائي ليدفعه ومن حقه ان يرحل او يبقى فهو قراره الوحيد هو الوحيد الذي يستطيع ان يتخذه وده يخليني اسألك من خلال اوربيك في التعامل في هذه القضية وايضا هو ان ليونيل ميسي سوف يوقع مع منشستر سيتي لقد تحدث مع غورديولا كثيرا وتواصل معه وتواصل مع رئيس النادي وما يحدث هناك علاقة بين مدير نادي منشستر سيتي وبين ليونيل ميسي فلقد تحدثوا ولكن يريدون ان يخرج ميسي بدون اي خسائر بدون اي مشكلات كما تعرف برشلونة نفسه يعرف ان ميسي هو افضل في العالم هو الركيز الاساسي يعرف ان ميسي هو من صعد ببرشلونة الى هذه الدرجات والى هذه المراتب التي وصل اليها فبالتالي الناس حزينة في كتالونيا طيب يمكن انت كتبتي على صفحتك على تويتر انه منشستر سيتي وباريس سان جرمان ممكن ما يقدروش يتحملوا تكلفة شراء ميسي في الصيف ده وانه الحل الوحيد انه يكون فيه صفقات تبادلية بدون مبلغ مالي كبير طيب حيب الحل ازاي في هذه الصفقات ام انه طالما انه القصة تقتدي بانه ميسي لعب حر فلن يكون هناك اي صفقات وسيتم الامر بشكل مباشر انا اتابع معك المستجداد بكل شكل وارصد معك كل السيناريوهات حقيقة في الحقيقة هو موضوع يحتله المحاميين لان بارشلونة يعرف ان ليونيل ميسي لديه عقد حر ونادي بارشلونة يقول ان ميسي ليجب ان يدفع الشرط الجزائي رئيس النادي بارشلونة ايضا في ذلك يعرف ان ميسي لديه الحق في الرحيل دون دفع اي شرط جزائي من سبعمائة مليون يورو وبالنسبة الى ليونيل ميسي فان التفكير جاء له في منشستر سيتي تبقى للعديد من الاسباب وتحدث كما قلت مع مع المدرب وتحدث مع قائد النادي وبالتالي فان ليونيل ميسي الان يرى من وجهة نظره وانه حزن طبيعي بعد رحيل نايمار وبالتالي هما الاثنين ليونيل ميسي وانايمار هما من اللاعبين الكبيرين جدا 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 وبالتالي اؤكد مرة اخرى ان ليونيل ميسي حر يستطيع ان يرحل في اي وقت وعتقد ان لو سيرحل الى منشستر سيتي سمعنا وفقا لبعض التقارير انه ميسي سيخرج للاعلام قريبا هل هو من ساخرج بنفسه للإدلاء بتصريحات وان كان ذلك فمتى سيكون موعده ام ممثلي القانونيين هما سيتحدثوا اعتقد ان ليونيل ميسي قرر يوم الجمعة ولكن في النهاية تغير بعض الاستراتيجيات اعتقد انه سيتبع القانون وسيتبع المحاميين حتى يتوصلون الى حل ولكن اه ويجب علي ان ليونيل ميسي ان يظهر الاسباب التي يظهر من بسببها من برشلونة المحاميين يعرفون هذا من ميسي ويؤكدونه الى النادي هذا هو ما عليها ان يقوله في الايام المقبلة هو من يختار الوسيلة التي من خلالها ان يطلعها لكن حتى الان اؤكد لك اننا لا نعرف من الممكن ان تكون وسيلة في كاتالونيا ووسيلة في اي مكان لا نعرف حتى الان هو من يختار ويؤكد سبب رحيله من برشلونة صحيح خليني اسألك فيرونيكا هل ميسي لن يذهب الى التدريبات لن يتواجد في تدريبات برشلونة لن يغضع للمساحات الطبية ولا للكشف الطبي ام ان هذا امر منفصل سيكون في التدريبات ولكنه لن يشارك مع الفريق في اي لقاءات غدا ميسي لا يشارك في اي من هذه الاشياء وهذا ما يؤكد ويقول ان ميسي لم يعد لعب في برشلونة اؤكد لك ممكن اسألك سؤال اخير ما هي الاسباب الرئيسية اللي دفعت ليونيل ميسي الى اتخاذ هذا القرار هل هي الهزيمة الكبيرة امام البيرن ام اسباب اخرى تابعناها خلال الموسم بالكامل اعتقد ان الهزيمة من البيرن هي هزيمة مؤلمة للغاية هي هزيمة اؤكد انها صعبة للغاية اعتقد انه ميسي كان يريد ان يحصل على تشامبيونز لم يكن هناك من يساعده بكل قوة وبالتالي ميسي يريد ان يكسب يريد ان يحصل على الالقاب ويجني الالقاب عنده تلاتة وثلاثين عاما واذا رحل من البرسا فان هذا سيؤثر سلبيا نعلم جميعا على نادي بارشلونا ميسي نعرف انه لعب كبير للغاية وتكلم مع جميع اللاعبين وتكلم مع المدير الفني وتكلم مع المدرب ومع نادي الفريق وتحدث مع المدير النادي نفسه لماذا ان نايمان رحل من الفريق لماذا لم يكمل مع الفريق اذا بارشلونا لم يكن في افضل حالاته وتكلم معهم عن رحيل بعض اللاعبين الذي لم يكن يريد ان يرحلوا وخصوصا نايمار اتحدث مع غورديولا ويجد ان وجهة النظر القادمة هي المانشستر سيتي وان بارشلونا الان لم يكن في افضل حالاته ان البريمير ليج الان ايضا يرى من وجهة نظرية انه وجهة مفضلة له وسيفعل ما لديه وسيلعب بشكل افضل هناك في منشستر سيتي اخر سؤال متى سيتم الاعلان عن صفقة انضمام ميسي للسيتي من وجهة نظرك اما وانه تم الاتفاق على كل شيء كما تفكر لم نعرفه حتى الان حتى الان لم نعرفه ولكن نعتقد انها ستكون قضية وقت ايام وربما اسابيع هذا القرار بدءا من الغد سيبدأ المفاوضات بين محامي بارشلونا ومحامي ليونيل يجب ان يتوصلون الى حل مع بارتمو واللاعب يظهر ايضا الاسباب التي رحل من سببها وميسي يتكلم مع بارتمو ويؤكد مرة اخرى الاسباب ويتكلم ايضا مع الفيفا ويؤكد لهم انه يريد ان يذهب الى المانشستر سيتي بارشلونا مستعد ان يفعل اي شيء من اجل ليونيل ميسي ولكن الان الرحيل هو سبب هو بقدرتي هو يريد ان يرحل ولكن اعتقد انه هو صاحب القرار النهائي في هذا القرار صحيح فيرونيكا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار وما فيه من معلومات وهنا نتواصل معاك بكل تأكيد خلال الايام المقبلة ووقت اعلان ليونيل ميسي ايضا عن انضمامه للسيتي اشكرك شكرا جزيلا وسعداء جدا بهذا اللقاء شكرا جزيلا لكم انا متواجدة يسعدني جدا ان اتحدث معكم وتستطيعون ان تتكلموا معي ابراهيم في اي وقت وشكرا جزيلا لكم جميعا شكرا اشكركم شكرك شكرا جزيلا جرونيكا بروناتي واحدة من الصحفيات المهمة جدا جدا في الارجنتين صحيفة اسل الارجنتينية ومتابعة بشكل كبير جدا جدا انا رضاها من الكوليس والاخبار المهمة مبروك عم عز مبروك علي ايه خلاص مفيش ميسي انت فاحت وردني هتاخدوا كل حاجة فاحت وردني لا والله مفيش ضمان الموضوع ده انا قلتلك قبل كده اخر مر مريك كسب الدولي سنة ثانية واربعة ده كان 2007 2008 كابيلو شوستر من زمان قوي يعني بس حقيقي البرشلونة زي ما قلتلك لما كريستيانو رونادو الفرق بين رحيل كريستيانو ورحيل ميسي ان كريستيانو لما مشي مشي من فريق متوج بدوري ابطال اوروبا صحيح وقف على رجله عنده كازميرو عنده توني كروس عنده لوكا مودريتش عنده مارسلو عنده راموس عنده كريم بن زيمة الفرقة وقف على رجلها فعلا على عكس برشلونة اللي بتكلم في ان خط هجومه هيبقى انسو فاتي انتوان جريزمن في المقدمة بتكلم في نيلسون سميد وبتكلم في اسماء اقل بكثير من قيمة برشلونة طب همشوا سوارز ليه؟ هو ما كانش ده في الحسابات واخد بالك ده اعتقد ان ده جزء من اسباب رشيل ميسي صح ده ده اللي نهى المعدل اللي حصل ان الفرقة غلب التمانية اتنين بعد التمانية اتنين حصل كلام من رونالد كومن او صدر العنوين ان كومن بلغ سوارز بالتليفون اه شكرا كأن سوارز هو السبب او كأن اللعيبة هي السبب هو ده اللي خلى ميسي يحس لأ انتو بتخزر وانتو جايين شايلون احنا الليلة احنا اللي هنشيل مسئولية مش انتو اللي جبته كوتيني ومش انتو اللي جبته اسمان ديملي مش انتو اللي فشلته في الحفاظ على نيمار فكل الكلام ده كارثي وصعب جدا المشكلة بقى الرئيسية زي ما الكلام اللي بتقوله اه دلوقتي فيرونيكا واللي بدأت اسمعه انه ميسي كان زعلان جدا بسبب رحيل نيمار رغم انه وقتها كان بيتقال انه ده اه ميسي من الاسباب اللي دفعت نيمار الرحيل بغض النظر عن هو نيمار خرج ليه? اه. الفكرة ان ادارة برشلونة فضلت لحد تمانية واربعين ساعة قبل اعلان الصفقة بتقول نيمار مش ماشي. اه. فالفكرة بتاعت انك اتدحك عليك بالمنظر ده. اه. ويوم ما مش نيمار مش بالطريقة اللي فيها السزاجة لادارة برشلونة. اه. الفلوس اللي انت اخدتها دي. الناس كلها بقت عارفة انك معاك متن وعشرين مليون. اه. ومحتاج وينك. اه. فأسما ديمبلي بقى بكامل. مية عمية خمسة عشرين تقريبا انا مية وستين. اه. وكوتينيو مية واربعين. فانت فخطأ اداري كاريفي. الازمة بقى انه بقول لك لو قارنت الارقام بتاعت برشلونة بميسي. والارقام بتاعت برشلونة دون ميسي في اخر موسمين. اه. هتلاقي ان نسبة انتصارات برشلونة بتنزل تسعتاشر في المايل. فبتتكلم في ان. فيش فريق. نوعا. فيش فريق. هو مفيش فريق. وهو جزء كبير جدا جدا من ان ميسي يعني هو اللي تقال ان ميسي قبل مبارات بقى اخوة قبل القلسطاني كلها دخل في صدام كبير جدا مع بارتمية لما قال له عايزين نقلل المرتبات مرة تانية. ميسي قال له جملة انا بعتقد ان هي دي مفتاح كل شيء. قال له انت راجل مراوغ انا مش هتفاوض معك على ايه حاجة تانية. الجملة دي توضح ليه من اول ما ميشي نيمار ميسي حاسس بالموضوع ده. ان بارتمية ومشي راجل صريح. لانه روغه زي ما زي ما عايز الكلام بالضبط. روغه في ان نيمار قاعد وان الفريق مش هيشيل اه مش هيشيل قيمة كبيرة زي نيمار ومش هيقل العيب زي ده. روغه في الازمات اللي ما بينه وما بين ابي ده لما كان مدير رياضي. روغه لما ظهر للشاشة للشارع او للشاشة. قد ايه الراجل ده بيأجر لجان الكترونية وشركات تشتم في اللعيب على السوشيال ميديا بين قد ايه هو مراوغ في خصم المرتبات لما اللعيبة لما اللعيبة تفاوضت معاه وقالت له احنا مش هنقلل تلاتين في المية دفعة واحدة احنا هنقلل دفعات معينة والحيطة معينة ما رفضوش لكن هو طلع سرب عن طريق شركات البي ار دي ان اللعيبة رفضة ان هي تقلل المرتبات. فكل ده تراكمات. كل ده تراكمات. جات الثمانية بقى دمرتها. خلاص يوم. الاستغناء اه طبعا. خلاص يوم. والاستغناء عن سوارس ده حسسوا كفاية? كفاية خلاص. كفاية ارجوك. اصلي مش كفاية تمانية دي مصوبة سودة. بس كفاية. انا محتاج اخد فاصل. يا ماشي. وارجع انا اكمل تمانية 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 اللي انتو فتحانين بيا دي. يا الله بينا معل فاصل. طيب نخش في الدور المصري. الاهلي والمصري. يا الله بينا. تفضل استاذ عزي. طيب اه الماتش ده احنا مصورينه بالكاميرا العالية. ايوة. علشان خاطر كان مهمة قوي في اه ماتش الاهلي هيلعب فيه من غير صنع اللعب. نتفرج على الشكل اللي ريني فايلر عايز يستطبقه. تماما. لان اه الناس بتعتبر ان غياب صنع اللعب معناها ان مفيش حلقة الوصل اللي هيدور حواليها اللعب. فهل ساعاتها اللعبة بتفضل وقفة قدامه وبتجيلها كرات وخلاص بشكل عشوائي ولا في حاجة بيتمرنوا عليها الناس دي علشان خاطر يقدروا يطبقوها بشكل ناجح. آآ يا ريكي بتدوا يشغلوا معنا الحلات علشان خاطر نتفرج على الشكل اللي بيهاجن به الاهلي في الملعب. هتلاقي الاجناحة بتاعت الاهلي لما بترجع الورا هي هدفها انها تفضي المساحة للمروان محسن. الاتنين رجعوا. الزهير علي معلول. الجناح جونيور اجاية. فلموا الناس معاه من ناحية دي. لما جونيور اجاية بيخش للقلب هدفهم يفضي الطريق لعلي معلول بالشكل ده. فهتلاقي اللقطة اللي وراها جونيور اجاية مرة تانية داخل للقلب. فمفضي السكة لعلي معلول بالمنظر ده. فيه افكار كتير ريني فايلر طبقها فيه طريقة هجومه بالشكل. انا بص المنظر ده مثلا على سبيل المثال. هنا باجي بيتحرك مع احمد الشيخ ازاي. يعني لعبة متضربين عليها ان احمد الشيخ دخل القلب. اخد عمل شادو لباجي. باجي قدر يستلم الكورة ودخل للعمق وكان حلقة وصله اكتر من ممتازة للهجوم ولولا ان نتعامل معاه فاول كانت الكورة دي هتبقى خطرة. احمد الشيخ في الحقيقة بيقدم اه ماتشات كويسة قوي المباراة الاخيرة. شايف هو كان داخل للقلب عشان يستلم الكورة. لما. اه بالضبط لما الكورة وصلت ليه الناحية اليمين عند محمد هاني اما غير بسرعة نقلته. واتحرك ليه اخر الملعب علشان يفتح الطريق لمحمد هاني وعمل الباص الممتاز اللي نقل محمد هاني لداخل عمق الملعب وخلى باجي في قلب الجول بالشكل ده. نفس القصة من المباراة اللي قبلها الاهلي والجونة احمد الشيخ اه ورقة جيدة جدا على الجناح فيما يخص صناعة اللعب بالنسبة للاهلي. ودخوله دايما بيحمل خطورة. بالضبط. عكس الحالة المزرية اللي عليها جونيور اجاية. اه ايه الحكاية? جونيور اجاية زي ما باين كده بص وفاير او. ثم تصويبة غريبة جدا. لما تتابع بقى جونيور اجاية في مباراة. ده مباراة الجونة. المباراة لقبل مباراة المصر. فهنا هي مش محتاجة جمهور الاهلي كله عارف حالته. بص هنا الحالة دي على سبيل المسلوقة في الصورة هنا. هتلاقي باجي رايح عجول. اه. يعني باجي قدام لو كرة دي جونيور اجاية مركز. نفاسة. اه واستلامها بشكل سليم. شكرا كل سنوات. فراري حقيقي. اه انما حقيقي فعلا مش شايف. بص حتى جونيور اجاية طبعا عشان حكيتوا عارفين الكاميرا دي هي كاميرا التحليل الخاصة بجمهور التالتة. بالزبط. وانا مش هتشوفه ده في الكاميرا بتاع التلفزيون العادية. مية في المية. كل اللي لقطات دي مش هتشوفها بالشكل العادي. وانا نفسي ان اجاية محتاج يرتاح. يعني اجاية محتاج ياخد نفسه ومحتاج يرتاح. ووليد سليمان النهاردة قدم نفسه كوينجليفت ممتاز مرة تانية. الراجل يمكن مقتنع به اكتر كصانع لعب. لكن النهاردة لما لعب كوينجليفت مرة تانية تفرج على اه وليد سليمان هو بيتحرك داخل القلب. بعد كده لف ازاي علشان لما ياخد المساح يفضي اولا المساح العالي معلول ويعمل الوان تو بالمنظر ده. زكي جدا طبعا وخبرة كبيرة جدا لوليد سليمان. فالتحركات بتاعته الكاميرا رضاها بشكل يبين لك قد ايه الراجل ده زكي في اه الخداع للمدافعين بتوعه شايف هو عمال يرجع فبيشد الراجل معايا عمال يرجع فبيشد الراجل معايا هنا ممكن يستلم الكورة بمنتهى الاريحية او يفتح المساحة لباجي عشان باجي يجريه لقدام له لان الباص مجاش سليم الكورة دي كانت بقت خطيرة جدا. فاحنا بنتكلم في ان وليد سليمان محتاج يكون اساسي الموتش الجاي علشان جونيور اجاية ارتاح لان جونيور اجاية مش شايف قدامه بص مرة تانية وليد سليمان بيسحب نفسه هو هنا اوبشن باص. باسع عشان باجي يقوم داخل واخد الكورة وبسرعة يقوم وانطلق اه يعمل. شفت حتة دي? هم? شفت حتة المهرية بتاعة باجي دي? سوبر. عمل النهاردة ماتش انا ما مستمر. طلع نار. اه. مطلع نار من بقل. حقيقي. اه فحقيقي كانت مباراة جيدة جدا لوليد سليمان كجناح ايصر واخيرا احنا الناس كلها كانت مستنية تفرج على صالح جمعة. كاميرا دي مزيتها ان هي هتفهمك هو صالح كان بيفكر في ايه. صالح هنا في اللقطة دي يا ريت لو عدوها تاني هيبهين لك النقطة الاساسية عن صالح انه كان مشتق اوي للكورة. فما كانش قادر يستحمل يقف في الاماكن الخطر. هو عايز كورة. فسايب المكان بتاعه هنا اللي بين الخطوط ونزل بسرعة للمساحة الفاضية اللي يقول فيها للمدفعين يا جماعة اديني كورة بقى. انا عايز اجري بالكورة شوية. عايز العب بالكورة شوية. فمقبولة جدا من صالح في اول عودة لان بالتأكيد هو فعلا نفسه في السنس بتاع الكورة نفسه يلمس الكورة ونفسه يبقى مرة تانية يقف عالكورة ويرفع عينه ويشوف خيارات التمرين بتاعته هتبقى عاملة ازاي? وهتيجي الدقة مع الوقت. لكن بعد كده هيكون ضروري جدا ان صالح يبقى. يتمركز بين الخطوط. بالزبط كده. الخطر اللي دايما هو متعود عليها. بالزبط كده. دي المقطة الاساسية عن صالح جوة. عمر. انا بالنسبة لي طبعا مش هضيف كتير على العزة الان هو شرح حركات التكتيكية بشكل مفصل جدا لكن انا عايز اتكلم على بالنسبة لرينيه فييلر. الناس بتتكلم ليه مستوى الاهلي قد يكون نزل شوية او تذبذل شوية في الفترة الاخيرة. خلينا نتكلم على فكر فييلر وبعد كده نشوف اللقطات اللي هتوضح اللي حصل النهاردة في مورة الماصر. النهاردة فييلر لعب بطريقة جديدة اربعة اربعة اتنين او اربعة اتنين اربعة في حالة امتلاك الكورا اللي كانت على الاكثر مع النادي الاهلي بصفة فريق اللي بيهاجم اكثر. فييلر مع بداياته مع الاهلي اربعة اتنين تلاتة واحد صريحة. صحيح. بأداء راقي جدا بأداء رائع جدا. فيما قبل الكورونا. فيما قبل الكورونا. على طول. على طول. اربعة اتنين تلاتة واحد بتشكيل واضح بتشكيل صريح. الفكرة عند فييلر دايما ان هو عنده جناحين ومهاجم. المهاجم مش بيعتمد عليه بشكل كبير غير في ان هو بيتحرك كسكرين عشان يفضل مساحات لللعيبة. وعنده جناحين واحد بيقف على كرة كواس جدا. ويقدر يتحرك ويخش الجوة عشان نفتح مساحة العالي معلول. والتاني عالي جدا وبيجرب سرعة من على الخط. اللي اتنين دول كانوا نموذج في حسين الشحات ورمضان صبحي. لما غاب اللي اتنين دول حاول ان يوجد بديل باتنين تانية. فحط جيرالدو وحط اجاهيه. هنا بتخش بحاجة اسمها التكنيك اللعيب. هو نفس التاكتك. بس التكنيك اللعيب اقل. قدرات اللي اتنين لعيبة اقل من حسين الشحات ورمضان صبحي. فبدأ الاهل يضرب غطس شوية. فكر في مباراة الزمال كان يلعب اربعة تلاتة تلاتة. حط افشة ناحية اليمين. فجناح صريح. ما نجحتش بشكل كبير جدا. واللي زاد على كده ان ان هو لعب على نقطة ضعف عنده هي نفس نقطة قوة كارتيرون. فالموضوع فتح خالص. النهاردة بيواصل التجربة تاني عشان يلاقي حل للقصة اللي عنده لان اللي اتنين مش موجودين خلاص. فبالتالي بيحاول يلعب اربعة اربعة اتنين عشان يلاقي حل الموضوع صناعة اللاعب اولا اربعة اتنين اربعة. اللي حصل لو شفنا بقى اللقطات اللي موجودة. يلا. ان هو بدأ يلعب باتنين في قلب الملعب هي اللقطة دي مهمة جدا في مباراة الجونة وفي مباراة الزمالك وهو ده الغدس اللي الاهل يضربوا بعد ما اللي اتنين الجناحين ما بقوش موجودين اللي بيشتغلوا على فكر فييلر. طيب اه سؤال عايز اجابة عليه سريع عشان نروح لفاصل. اه هل فييلر لسه بيدور على الطريقة? لا لا خالص. اه. هي كل الحدوطة ظروف. ظروف. يعني بيحاول بس مع الغيابات مع الحاجات اللي لاقي حل. بيحاول يلاقي حل مؤقت. مجد يقفشا كان محتاج يرتاح كان باينة. يعني هو ايسف بيقول ان اجابة يرتاح انا ايسف. اه بزرح. بيقول ان اجابة ارتاح بس هم عندوش بديل في الحتة دي. القصة تبقى بيرفكت امتى. لم الطريقة القديمة. لان الكهرباء يمتلك نفس قدرات رمضان صبحي في النهو يقف عالكورة ويعمل ويخش. هي نفس القصة. ويحسن الشحاته هو هو. فالامور هتستعيد الى نصابها مرة تانية. استمر المد تقديه في القصة دي يا عايزة? هي على حسب الظرف. يعني النهاردة بيرايح مجد افشا. انا بعد كده بتمنى ان هو يرايح جيرالدو. اه يرايح جونيور اجايل. اول ما الفرقة هتبتدي تجمع بقى المرحلة بتاع الدوري ابتال افريقيا انت هتبقى محتاج زي ما عمر قال انك تشوف كهرباء انك تشوف مجد افشا في مكانه. انك تبتدي بقى تلعب بالطريقة اللي هتلعب بيها مباراة افريقيا. هو هجهز كهرباء ازاي? مش ده سؤال مهم برده? اه بالتأكيد طبعا. هجهزه ازاي هو ما ملعبش اه في الدوري. اه هو هيبقى عنده عنده فترة قبل قبل دور ابتال افريقيا هيكون الاقاف بتاعه متاه. يلحق يعني. يلحق يعني. يا اسماعيلي تقريبا. ممكن يرجع يلعب مباراة واتنين قبل قبل دور ابتال افريقيا. صحيح. لو اروح لفصل وبعد الفصل لسه متواصلين مع حضرتكم مع انجمنا اللي بيمتعونا. النهر ده عزه وعمر. يلا بينا. في المقاولين العرب وبالمناسبة عصام دركزه في انا قلت قبل كده العب هاي الجد. اللي اخد بطاقة حمراء ويمكن كان هو صاحب الهرب. عمر اتفضل. نفس القصة عايز اتكلم على فكر كارتيرون. السؤال ازاي تكسب الاهلي وتخسر من مقاولين مع كامل الاحترام في فرق تلات ياب. الفكرة في طريقة لعب كارتيرون. كارتيرون دايما بيلعب على طريقة لعب ان هو دايما يكون رد الفعل. الزمالك هيفضل يعاني مع كارتيرون طول ما هو مطالب بصناعة اللعب. طول ما هو بيلعب فرقة اقل منه فنيا. ومطالب انه يفتح مساحات. ولو شفنا اول لقطة اللي هي الهدف الاول للمقاولين. هنلاقي ان الكرة زي ما عايز شرحها. في فراغات دايما بتبقى موجودة. في خط وسط وما بين خطوط الزمالك. ما بين خط وسط وخط درهاد. لقي ان الكرة تلعبت طويلة. لو جدناها من الاول. ما عايز اجيبها من قبل التمرير. من هنا. بص المساحات الكبيرة دي مش هتلاقيها في مبارات الزمالك والاهلي. مش هتلاقي. هتلاقي ان الزمالك هو في الماتشات الكبيرة بيعابل حسابه قوي. عشان هو دايما بيلعب عدرات الفعل بيلعب كومباكت في حتة واحدة ما بيبقاش فاتح المساحات دي لانه مش طالب من اللعيبة اي نوع من انواع الادوار الهجومية. فهتلاقي واقف ثابت مكانه. مش هتلاقي القصة دي توجدت خالص في مبارات الاهلي. مش هتلاقيها. توجدت قدام الترجي مش هتلاقيها. هتلاقي كارتيرون كسب ترجي مرتين. كسب اهلي. آآ كسب آآ بيراميدز. كسب كل الفرق اللي بتصنع اللعب قدامه. كبير. ليه بقى? لانه هو كل فكر كارتيرون قايم على حاجة كويسة جدا بالمناسبة. وهو ان هو بيجمع اللعب في حتة معينة وينقل عشان يحط اشرف بن شارق مانتو واحد على واحد. بس هي كل قصة الزمالك هتلاقيه على كده. والهدف الاول اللي دخل في النادي الاهلي. لو شفناه. القصة جمعت. لو شفنا هدف لو نشوف هدف الاول. الزمالك في الاهلي. الهدف الاولاني. هتلاقي ان الكرة لما تردت يوسف اوباما صبر قوي ولف مرة واتنين لحد اما اشرف بن شارق الراح لان هي دي التجميع بتاعته. اما اشرف كان اصلا قريدي هو اللي كان جنب اللي بيشير كرة. هو اللي جنب بالزبط. راح لحد هناك عشان يتحط واحد على واحد ضد اهو بص. اوباما لف ومشي وراح تاني وراح راجع تاني بظهر وكل ده مصطفى محمد بيروح عشان هم استني اشرف بن شارق بص جاي من ين? كل ده اوباما بيدور على اشرف بن شارق. كل ده وراح حطها له. هنا اشرف بن شارق دي سر قوته في كل مباراة زي واحد على واحد. واحد على واحد مبروك. شكرا. يعني نفس القصة اللي حصلت في مباراة الترجي الهدف التاني الكرة اتنقلت لما تخطفت من نص الملعب. روحت لاشرف بن شارق واحد على واحد. هو كارتيرون بيلعب على اللعبة دي في كل مباريات. ولو شفنا حتى اللقطات اللي في مباراة المقاولين هنلاقي ان الزبالك بيلعب ان هو يبدأ الهجمة من ناحية الشمال تتجمع في نص الملعب توصل على الطرف اليمين عشان تتنقل في ال اشرف بن شارق يلعب واحد على واحد. القصص دي ما بتبقاش موجودة قدام الفرق اللي اندر دوج عليك. اللي هي اصلا بتدافع. انت مش هتلاقي المساحات دي. مش هتلاقي ان انت بتجمع لعب وتروح الناحية التانية. فدايما هتفضل انت في مرحلة ما بين ان انت بتصنع لعب وكورة انت مش قادر توصلها لانه هجمتك مش هتوصل واحد على واحد نهائي. في نفس الوقت عندك مساحات في ظهرك. فهتعاني قدام الفرق الصغيرة وهتبقى كويس جدا قدام الفرق الكبيرة. ده كلام عظيم. في نص دقيقة. الزمالك هل بقى عنده مشكلة دلوقتي في الدورة لانه كده ممكن يخسر المركز التاني. اللي هو اه حيبقى بياهله لبطولة افريقيا. لانه فكرة التشتيت انا بجهز افريقيا فاخسر ماتش للمقاولين. بجهز لماتش الاهلي فاخسر اه ماتش اه مصر يخسر منه نقطتين. الحاجات اللي شبه كده دي. ممكن تخسر الزمالك كتير ولا الراجل هيقدر يلم نفسه? اه الراجل هيقدر يلم نفسه. اه. يعني انا متفق مع عمر افن طريقة اللاعب بتاعت المقاولين صعبة شوية بتصعب المسئولية على الفرق انه بدافع بتكتل فبيصعب عليك الحقيقة. بس كارترون ارى الماتش كويس. اه بالنسبة لي لما خرج فرجاني ساسي ناس كتير استغرابت بس هو كان عندهم عبدالغاني وابدالله جمع بيطلعوش نار. اه. هو عمل ريسك زيادة بس في اخر الماتش لما ساحب عبدالله جمعة فبقت فيه مسحات اكتر. انما انا مش شايف ان زمالك عنده ازمة. اه انا عارف ان اه ان بيرامدس قوي جدا. وبالتالي هي هتفضل المشكلة ان قبل المباريات الكبرى كارترون عايز يراحل العيد. اه. فاذا كنت عايز تعمل كده فانت مطالب انك تجمع اكبر قدر من النقاط فيه المباريات الجاية. ويبقى بالنسبة لكل لاعب احنا مش جايين نضيع هنا وقت. الفرصة لازم تسوي جوة. صحيح. بشكرك شكرا جزيلا. اه متعتوني كالعادة. و حاجة عظمة يعني. حاجة من عشواية. عزة بشكرك شكرا جزيلا. حبيبي اه. عمر بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا نوارتنا. بشكو حداتكم شكرا جزيلا. بشكو فايا عمل بالكامل. شوفكم بكرا ان شاء الله بازن الله. لو في العمر بقية. صباح الله في خير. سامع لكم.